نتائج مخيبة للأمال للزمالك والأهلي أفريقيا بس لسه المشوار طويل نقطة كده ونبدأ من جديد يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة الأهلي للأسف في مستهل مشواره بدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا بيخسر خارج ملعبه أمام الهلال السوداني بهدف دون رد هدف لمكابل ليبو سجله في الدقيقة 53 مباراة بصراحة كانت في متناول النادي الأهلي تحديدا الشوت الأول قدم النادي الأهلي أداء أفضل كثيرا من نادي الهلال الشوت الثاني مغاير تماما تماما لما حدث في الشوت الأول أهلي ضعيف بدنيا أهلي ما عندوش ترابط في الخطوط أهلي دون فرص حقيقية كثيرة وبالتالي كان هدف بخطأ من محمد الشناوي سجله مكابل ليبو من ضربة سبتة فاز به الهلال الأداء البدني والهبوط البدني للنادي الأهلي ربما يكون مفهوم نسبيا نسبيا تراجع من كاس العام الأندية مشاركات قوية جدا الأمور كاية صعبة جدا صحيح الفريق هديو من راحة بعد كاس العام الأندية بس ممكن نتفهم الحالة البدنية للفريق في الشوت الثاني ممكن بس مش من أول الشوت الثاني هالفكرة أنه الأهلي من بداية الشوت الثاني كان واقع جدا بدنيا وكان الهلال أفضل في كل شيء وأداء ما كانش متوقع في الشوت الثاني تحديدا الشوت الأول كان أفضل كثيرا عموما عموما هي مباراة خسارها النادي الأهلي والمباراة أمس كان محتاج فيها الزمالك الفوز بشكل كبير جدا على المديخ وأيضا الفوز كان متناول ومازال ومازال النجاعة الهجومية لنادي الزمالك فيها كثير من المشاكل التكتكية والفناء والفردية وفريرة محتاج يعمل شغل كتير في ده ومرة أخرى فكرة أنه الزمالك مؤتمد على أحمد مصطفى زيزو في الأسستات في الأهداف في النشاط في كل حاجة دي حاجة ما ينفعش تدوم طويلا ليه؟ نحن مصطفى زيزو مبارح ما كانش في أحسن أحواله طبيعي زي أي لعب في العالم ممكن ما يبقاش في أحسن أحواله في أحدى المبارايات أو في المباراتين أو في ثلاثة أو لوقت طويل وارد مين بقى اللي عنده الحلول في الزمالك بعد زيزو؟ مين؟ لا إيش؟ ممكن شكبالة شوية طبعا بلمساته للساحرة العظيمة بس لو فيه ولو في أماكن جيدة في أرض الملعب مين تاني؟ مين ممكن يدي حلول؟ عندنا أمال طبعا في سيف جعفر في المستقبل أنه يتحسن ويبقى أفضل كمان من المستقبل الجايد اللي بيقدمه دلوقتي بس الحلول غيبة في نادي الزمالك غيبة تيكتيكية وفردية بصراحة بس بصراحة لسه المشوار طويل طويل فنهدى بس يعني الناس اللي بتنتقد الزمالك بكسوة اهدوا يا جماعة عشان لسه فيه مباراة مهمة جاية الناس اللي النهاردة مسكت الأهل وقالعبيهم وكأنهم مش هو الأهل وقالعبيهم ولا مدربهم اللي كانوا مكسرين الدنيا وكانوا عاملين أداء محترم في كاس عام الأندية عشان خسروا مباراة النهاردة لسه برضو المشوار طويل لو سألتني أقولك أنا ما بفعامش الأهل والزمالك مع كامل الاحترام للمريخ والهلال وباقي الفرق في القرى الأفريقية لما الأهل والزمالك ينزلوا مباريات أفريقية وما يكونش هم الطرف المهيمن على المباراة المهيمن مش عارفت كلمة وصلة ولا لا اللفظ نفسه مهيمن اللي هو أنا طولا وعرضا من الديئة الأولى لحد الديئة تسعين أنا أجمد وأنا أقوى وأنا بالتاريخ وبالحاضر ما بفهمهاش دي ما بفهمهاش بس خلي الأمور تتحسن الفترة اللي جاية إن شاء الله وليه تعليق في هذا الأمر أتصور أتصور إنه مهم أتوقع إنه مهم ويا رب يكون في حد بيسمع الكلمتين دول من المسؤولين المحترمين في كرة القدم المصرية وأيضا مسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي نادي الزمالك يا جماعة يا جماعة لازم الأهلي والزمالك يلعبوا مباريات في الكرة المصرية في الدول المصري في البطولة المحلية بالنهار لازم يلعبوا بالنهار مش هنكرمهم ونقول لهم أنتوا أجمل ناس في الكون وأنتوا الجماعة الأكبر فلعبوا بالليل هما بيتضروا أي مباريات الأهلي والزمالك أفريقية بيلعبوها بالنهار بيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا هذا التصريح هو تصريح خاص من محمد الشناوي لينا محمد الشناوي الهدف اللي دخل في مرمى قال نصا أنا ما شفتش الكرة أنا ما شفتهاش من الشمس ما شفتهاش ولو شفته أكيد الصدقة دي كرة سهلة جدا بس أنا ما شفتهاش بس محمد الشناوي ما بيلعبش بالنهار محمد الشناوي لو بيلعب بالنهار ليه 80 حل موضوع الشمس ده محمد الشناوي في إنجلترا بيلعبوا بالنهار وبيتعاملوا مع الشمس في أسبانيا بيلعبوا بالنهار وبيتعاملوا مع الشمس في انجلترا فرق كبيرة المتصدرين بيلعبوا الساعة 2-2-4-2.5 عادي في اسبانيا ريال ما ديدوا برشنوة بيلعبوا بالنهار عادي مش عيب ولا عيب على فكرة ولا غلط تسوقيا انه الاهل هو الزماك يلعبوا بالنهار ولو حتى تسوقيا فيها مشكلة فيلعبوا نسبة ولو نسبة 10% من مبارياتهم في الموسم يلعبوها بالنهار بس الفرقتين تقريبا ما بيلعبوش بالنهار غير مباراة اسوان تقريبا الاهل هو الزماك يلعبوش في الموسم مباراة بالنهار غير مباراة اسوان وبالمناسبة يعني الزماك بالنهار خسر مباراة اسوان والاهل هيلعب يوم الثلاثة مع اسوان فاسوان بالنهار الاهل هو الزماك مش عارفين يعاوه بالنهار الفرقتين بيبقى عندهم مشكلة انت لما تفرج على الاهل هو الزماك في المباراة الافريقية الخارجية اللي غالبا بتتلعب بالنهار هتلاقي الاهل هو الزماك لا مش هما دول مش ده الأداء ولا ده ولا ده الشغل الفني ولا التكتيكي ولا المهارات ولا أي حاج خالص مش هو خالص فلو سمحتوا يا جماعة في ربطة الأندية تحت كورة في أهلي بسقولي أهلي وزمالك لازم الأهلي والزمالك يلعبوه بالنهار أنا بقولي الكلام ده وأنا متحفز جدا عشان تقريبا بقالي ثلاث سنين بقوله بس كل ما الأهلي وزمالك يخسروا في أفراقيا بالنهار بفتكروا تاني وبعيدوا تاني لعله عسى حد يسم طيب معنا مدخلة حتفية هامة جدا الآن عن تفاصيل البطولة العربية للأندية كنا من كام يوم قلنا لكم بعض التفاصيل بس زي ما يقولوا كده إيه الكلام من المصدر أحسن وأفضل وأصدق وفيه تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف الآن الفريق جبريل الرجوب عدو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم يا فندم مساء الخير مشرفنا ومنورنا على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير إلى كل الشعب المصري وكل التحية والمحبة للأسرة الرياضية المصرية أشكرك يا فندم يساعدنا دايما تواجدك معنا تفاصيل ما يخص البطولة العربية أنباء إعلامية كثيرة عن البطولة العربية واشتراكات الأندية فيها الأفضل طبعا أننا حينسمع من حضرتك يعني أولا المزاج الرياضي العربي بعد نجاح قطر في استضافة كأس العالم ومواكب ذلك من ارتزادات إيجابية على الاتحاد العربي وعلى الاتحادات الوطنية في الدول العربية كلها هناك أهمة جديدة عند إخوان سعوديين في محاولة لتوفير كل أسباب القدرة للاتحاد العربي للقيام بأداء رسالته بمنظور شامل وبمنظور عربي لخدمة الرياضة العربية وهو كأس الأندية العربية اللي راح يكون في الاجتماع في الأسبوع الأول من شهر ثلاثة وحيكون فيه هناك قرعة هذه المطولة راح تنطلق أو راح يشارك فيها 37 نادي وهي راح تقام على ثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي راح يشارك فيها أربع دول جيبوتيا وجزر القمر والصومال واليمن وراح يلعبوا على لفرد واحد من الأربع ويا سيد العزيز فيما بعد طبعا الاتفاق أن يكون هناك 11 نادي من آسيا و7 أندي من أفريقيا وخمس أندي مشاركة وهي الأندي بالتأكيد اللجنة المنظمة اللي بدها تستارهم والمباريات بدها تكون بطريقة الثهاب والإياب حيكون في عنا 24 نادي بده يكون 12 و12 بدهم طبعا فيما بعد يضاف في النهائي 6 أندي تتأهل من الدور الثاني ويضاف إلى أربع أندي بتأهل المباشر و6 أندي حسب بصنيف الفيفا عام 22 وهون بصير في عنا 16 نادي بتتوزع إلى أربع مجموعات الأول والثاني وبنروح على المرحلة اللي تالي بتكون بخرج المغلوب وبعدين بنروح على آخر المرحلة اللي هي الأربعة ومن ثم يقام الربع النهائي ونصف النهائي بطريقة خروج المغلوب هذا يا سيدي البرنامج اللي رح يكون عظيم جدا ماذا عن الجوائز المالية يا فنم نعم الجوائز المالية ماذا عن الجوائز المالية الجوائز المالية 6 حتى الآن لنحو التالي اللي بفوز بالمركز الأول بوخط 6 مليون دولار والمركز الثاني بوخط 2.5 مليون دولار وكل نادي بخرج من النصف النهائي بوخط 200 ألف وكل بخرج نهائي بوخط 150 ألف وكل نادي بخرج من دور المجموعات نهائي بوخط 100 ألف طبعاً للنادي للنادي المشاركة في هذه البطولة يا سيدي حتى الآن لم يرسل دعوات لأن الأندي وطبعاً هو بطل الدوري بكل الدول العربية ما عدد الدول الأربعة بالتأكيد بده يكون فيه هناك عدد من الأندي واللي راح تختارهم اللجنة المنظمة بحيث أنه يعني بعض الفرق اللي اللي ها شعبية وحضورها وأواء الآخرة أكيد يعني الزمالك بكون بس فيه حيكون أهلي أو ربما نادي واللي راح تختاره اللجنة المنظمة لأنه يعني النكهة المصرية بدون الزمالك والأهلي أعتقد بتضل شوية منقوصة مفهوم طيب من الحاجات التي قالت في الوسائل الإعلام العربية خلال أيام الماضية أنه الاتحاد العربي بيدرس مخطبة الفيفا أنه يكون بطل البطولة العربية عام 2025 مشارك فيه كأس العالم للأنداية هل هذا الحديث صحيح؟ يعني هذه رغبة صادقة في الاتحاد العربي وكما قلت بأنه البيئة الرياضية اليوم وانفتاح رئيس الفيفا على المجموعة العربية وأعتقد أنه كمان فيه هناك قامات عربية وعلى رأسها للكفتن هاني أبو ريدا والأمير عبدالعزيز وأضيف لهم أيضا الشيخ حمد وياسر مسحال بالإضافة إلى الشيخ سلمان وهؤلاء يحملوا الهم العربي في الفيفا ونعتقد بأنه إمكانية مشاركة البطل في كأس أنبياء للعالم يعني فيها عدالة وتحقيقها متوقع إن شاء الله فريق جبريل رجوب عدو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم أنا بشكر حرارك شكرا جزيع على هذه المدخلة وكل هذه المعلومات القيمة نتمنى لحضرتك والاتحاد العربي التوفيق في تنظيم هذه البطولة لها تجمع إن شاء الله أفضل الأندية العربية تمام نفسها عظيمة جدا بإذن الله طيب النهاردة نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا الجولة السانية زي ما قلت لكم الهلال فاز على الآلي واحد صفر ورجاء فاز على سيمبا تلاتة صفر والترجي فاز على شباب بلوزداد في الجزائر واحد صفر بعد ما كان شباب بلوزداد فاز على الزمالك في القاهرة بهدف المجموعة دي هيبقى فيها لعبة كتير مجموعة الترجي والزمالك والشباب بلوزداد عشان كده بالمناسبة يعني الزمالك حزوزه قائمة جدا هتلاقي فرق بتطلع وفرق بتنزل كل شوية في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الـ 24 أرسنال فاز على أسلوم فيلا في مباراة مسيرة جدا جدا 4-2 كان أسلوم فيلا متقدم بهدفين وبعد كده أرسنال اتعادل وبعد كده قدر أرسنال بعد الديئة 90 يسجل هدفين يفوز بيهم 4-2 على أسلوم فيلا في طريق الحفاظ على صدارة الدوري أبطال أوروبا ويخسر من ساوس هامتون 1-0 و منشستر سيتي بعد ما كان قرب جدا من الصدارة يتعثر مرة أخرى ويتعادل مع نوتينجام فورست 1-1 وليفربول يعود لسكة البهجة ويفوز على منافس في منتهى الصعوبة اليوم نيو كاسل يونيتد 2-0 ومحمد صلاح يعمل السيست من الهدفين أداء كان رائع جدا لكل اللعيب ليفربول النهاردة فازوا على منافس صعب جدا هو نيو كاسل 2-0 في الدول الأسباني ريال مدريد فاز على أساسونة 2-0 2-0 بالمناسبة مباراة ريال مدريد أساسونة فيها حاجة نطيفة جدا فينيسيوس جونيور النهاردة ضيع بالزبط 3 انفراضات 3 انفراضات لريال مدريد ضيعهم فينيسيوس على فاكرة الهدف الأول اللي ديما دي جيه في الداية 79 الهدف كانت متأخرة جدا هو الجولين جابهم أساسونة اللي جابت جون التاني فينيسيوس ضيع 3 انفراضات وبعد كده سجل الرابع قلت يا سلام الدنيا لما تكافئ خلاص بقى الراجل عمالي يضيع في انفراضات ضيعهم برغونة شديدة جدا بس ربنا أراد انه يسجل هدف ومن انفراض برضه الهدف بقى لسجله من انفراض اللي ما حاولش يرقص فيه الحارس ويعمل حركات اللي بيعمل هداية الحكم لغاب التسلر كان حظه النهاردة عالمي عالمي جدا يعني طيب في الدول الإيطالي الجولة 23 ميلا انفاذ على منزة 1-0 وانتر ميلا انفاذ على أودنيزي في مباركة واي جدا 3-1 احنا حديث النهاردة فيه كلام كتير وفيه حوار فيه منتغى الأهمية هو انا عادة ما بحبش فكرة اول واحنا وعملنا بس هو بصراحة عشان الحوار ده مهم جدا وهو اول حوار على قناة مصرية لرئيس حالي لنادي كبير في الدولة الإنجليزي فيعني بكل فخر وشرف ان اقول انه ده اول حوار هيحصل النهاردة مع كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لنادي أسلون فيلا الإنجليزي النادي اللي فاز بالدولة الإنجليزي سبع مرات اللي ما اعرفش يعني أسلون فيلا كويس أسلون فيلا فاز بالدولة الإنجليزي سبع مرات دي فعلا دان هو فاز بدورة أبطال أوروبا بمسمها القديم عام 82 وفاز بالسوبر الأوروبي في نفس العام غايبة عنه البطولات الكبيرة ولكن يبقى من الأندية العريقة جدا جدا في إنجلترا واحد من الأندية اللي عد عليه نجوم كبيرة جدا ونجوم مصرية رائعة جدا طبعا زي محمود ريزجيه وقبله أحمد المحمدي بعد الفاصل هيبقى معنا تريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي خليكم معنا الحوار هيبقى ممتعي يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل هيكون معنا كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير لك نحن فخورين جدا أن نحرك معنا النهاردة عبر التلفزيون المصري وأمام الجماهير المصرية نادي أستون فيلا من الأندية العريقة الكبيرة في تاريخ الكرة الإنجليزية نشرف جدا بتواجد حضرتك معنا وسؤالي الأول بالتأكيد عن فريق أستون فيلا كيف ترى وضعه الآن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي؟ هل هو وضع مطمئن أم غير مطمئن؟ نعم لدينا موسم رائع حتى الآن وكانت خسرة سيئلين اليوم نحن نسعى للمضيق قدما وصعود لعدة مراكز من خلال الدوري الإنجليزي وأيضا نحاول التحسين من مستوانا خلال المباريات القادمة وتحسين من مركزنا خسرة من أرسنل بشكل درامي شوية هارد لك بالتأكيد هذه الخسرة لكنك فصت اليوم بمقابلة توم هانكس واحد من أهم مشجعي أستون فيلا واحد من أهم الممثلين في تاريخ السينما العالمية كان مشهد رائع جدا وجوده في مدرجات أستون فيلا اليوم طبعا شرف عصيم لأن توم هانكس يكون النجم العالمي المشهور وأسطورة هوليوود أنه يكون متواجد في مباراة أستون فيلا وأرسنل طبعا وهو مشجع لنادي أستون فيلا لمدة حوالي أربعين عاما وهو طبعا من أشهر المشاهير الذين يتابعون فريق أستون فيلا وطبعا قابل نائب رئيس الوزراء البريطاني ماكرون وأنه هو كان متحمس جدا للقاء اليوم طيب أنا وأنا أنظر في تاريخ أستون فيلا أجد أن أستون فيلا فائز بسبع مرات دوري إنجليزي فائز بدوري عبطال أوروبا فائز بالسوبر الأوروبي متى نرى أستون فيلا يعود مرة أخرى على منصات التتويج وما هو الذي يمنع أستون فيلا أن يكون في هذه المكانة الآن حلمي حلمي الأول أن نلعب للكرة الأوروبية وننافس في منافسات أوروبية وطبعا ننافس في منافسات الدوري الإنجليزي ونطلع للمركز السادس والسابع ونبع بالدوري الأوروبي طبعا آخر حاجة كان لنا 1992 وبعد كده للأسف ما قدرناش نستمر على هذا الصعيد الدولي الأوروبي المحترف وإن شاء الله نرجع للأمجاد ونحاول نجيب بطولات وإنجازات مرة أخرى في وضع مالي غير منتظم أو غير عادل في كرة القدم العالمية وتحديدا في الدوري الإنجليزي هل ترى أن كرة القدم محتاجة لنظام مالي عادل أكثر من كده هل محتاج لركابة مالية أكثر من كده ولا شايف أن الوضع عادل للجميع في الفترة الحالية بالنسبة للوضع المالي النظيف هو تحت الضغط في الكرة الأوروبية والنظام الجديد بيتم تطبيقه في أوروبا من خلال اليويفا لو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنا أعتقد أن نحن هنحاول في السنوات القادمة أن نحن للأسف هنقابل بضعة تحديات لللوائح الخاصة بالتنظيم اللعب المالي النظيف وأن المنافسات بحد ذاتها تكون أكثر عدلا ومتوازنة في إطار المنافسات الحالية لدينا العديد من الفرق الذي لديها العديد من الأموال وضخ الأموال من خلال الحكومات ومن خلال الشركات الخاصة فهذا ما يعنينا في المستقبل من نظام مالي نظيف النظام المالي النظيف تحديدا في الدوري الإنجليزي هل ترى فيه اختراقات؟ هل ترى فيه اختراقات من بعض الأندية؟ هل ترى فيه ضروري تحسين الوضع فيه الأيام أو الشهور أو السنوات القادمة؟ لا أرى أي اختراقات تحدث خصيصا في هذا الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بالنسبة للنظم واللوائح التي تنظم هذا اللعب الماني النظيف لديها رقابة عادلة لكل نادي في الدوري الإنجليزي ميزانية ضخمة كل موسم حتى يشتري لعبين يضم صفقات جدد كيف يتعامل أستون فيلا في هذا السوق المفتوح اللي فيه مبالغ كثيرة وكبيرة تطفع لضم لعبين كيف ينافس أستون فيلا هذا الموسم وفي المستقبل أنا فخور جدا أن أكون عبر مرصتك في التلفزيون المصري وكمدير التنفيذي لأستون فيلا مع ناصف ساويرس بالشراكة طبعا أنا أفتخر بتلك الشراكة على مدار سنوات عديدة ونحن نعمل بكل جد لكي نعود بهذه القيمة التنافسية لنادي أستون فيلا وضخ استثمارات عديدة لهذا النادي ونقوم بتحسين نادي أستون فيلا إلى أكمل وجه ونحن الآن فريق تنافسي في الدوري الإنجليزي كما ترى الآن في هذا الموسم تحديدا وطبعا سعيد جدا بشراكتي مع السيد ناصف ساويرس خصيصا كونه مصريا وأنا فخور بشراكتي وأنا أقول أنه لا توجد أي استثناءات لاستكمال هذه الشراكة وضخ كمية الأموال للفريق الأول وفريق الشباب بمناسبة فكرة المشروع أستون فيلا كان له فكرة لمشروع مع ستيفن جيرارد أسطورة كرة القدم الإنجليزية في تدريب الفريق خاصة بعد نجاحه في الدوري الإسكتلندي لماذا لم يكتمل هذا المشروع مع ستيفن جيرارد وتم تولي بعد كده أناي إمري وهو مدرب كبير وعظيم أيضا مشروع جديد لأستون فيلا لدينا مدرب متميز هو أناي إمري وسجلات مباريات يتحدث بالنيابة عنه لعشرين عاما مضت وهو أيضا أدار الأندي الأكبر في الدوريات الأوروبية فبالتالي طبعا هو كسب وانتصر بجائزة الدوري الأوروبية وبطولة الدولي الأوروبية لثلاث سنوات على التوالي وهو سوف يضيف الكثير لنادي أستون فيلا ونحن الآن نعمل على تقديم أداء عالمي يتناسب بهذا النادي للعودة للأمجاد السابقة واستعادة لمكانتنا لأعلى جودة في المنافسة الجميع الدوريات الأوروبية أستون فيلا هذا الموسم كان له العديد من الصفقات من اللاعبين المهمين وأيضا رحيل بعض اللاعبين المهمين من بين اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق هو لعبنا المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه لماذا لم يستكمل أستون فيلا مشواره مع تريزيجيه وبعد الإصابة رحلة مباشرة عن الفريق رغم أنه كان بداياته رائعة جدا مع الفريق نحن فخورين ولدينا فخر تاريخ يفخر باللاعبين المصريين لدينا لعبين أحمد المحمدي هو لاعب طراز رفيع وهو يمثل مصر بصورة رائعة وهو كان لاعب مهما للنادي طبعا هو أحمد المحمدي هو سفير لعمل أستون فيلا الرياضي طبعا بالنسبة لتريزيجيه هو انضم الأحمد المحمدي وكان لاعب مشهور جدا في النادي وكمان اشترك في العديد من المنافسات واللحظات الهامة من تاريخ أستون فيلا وانه هو حافظ على وجود أستون فيلا في الدوري الإنجليزي من صراع الهبوط لو تتذكر طبعا هو كان لحظة تاريخية بالنسبة له لحظة كبيرة لما سجل الجول في مباريات النصف النهائي في كأس الرابطة الإنجليزي طبعا كانت لحظة ساحرة ولحظة تاريخية في تاريخ تريزيجيه ذاتيا طبعا أحمد المحمدي وتريزيجيه لعبان مهمين واحنا بنشتغل على الأكاديمية تابعة لأستون فيلا في القاهرة في مصر علشان خاطر نطور من الكرة الإنجليزية في مصر زي أستون فيلا وعن طريق أكاديمية أستون فيلا حضرتك يعني جوبت على سؤال أنا كنت لسه أسأله لك دلوقتي بس أحب أسمع تفاصيل أكتر إحنا هنا في مصر في العديد من المواهب فيه كرة القدم وكان من المستغرب أنه ما بقاش فيه أكاديمية لنادي عريق زي أستون فيلا موجودة في مصر الأكاديمية دي هتبقى موجودة في مصر إمتى وتفاصيل أكتر عن الأكاديمية داية هل هيبقى فيها يعني أنا سمعت أن أحمد المحمدي ممكن يكون مسؤول أي مسؤولية في هذه الأكاديمية الشغل عليها هيكون إزاي كخبر سعيد للجماهير المصرية أحمد المحمدي هو مشغول حالياً هو بيساعد النادي في المشروع الحالي للنادي وتطوير النادي للأسف ما عنديش معلومة إذا كان هو هيشارك في الشق الرياضي في الأسبوع الماضي لدينا أربع لاعبين تحت 17 سنة مصريين ناشئين عاشوا فترة تجربة ومعايشة في أستون فيلا هنا في أكاديميتنا في بيرمنجهام في مدينة بيرمنجهام وطبعاً هم يشعروا بالنجاح في إنجلترا وإحنا بنستثمر في العديد من المزيد من الشباب المصريين أن هم يلاقوا طريقهم للاحتراف في أوروبا وأنهما يجوا إنجلترا ونتمنى أنهما يلعبوا من أجل أستون فيلا ويكونوا مع فريق أستون فيلا طبعاً معنا شريكي سيد ناصف ساورس هو بيحاول أنهما يخوض مغامرة أخرى أنهما يحاول يحصل على نادي أوروبي في برتغال وهو أصلاً يعرف المدرب المصري فيتوريا واستثماره في الشباب وأنهما لديه رؤية جيدة لمعرفة اللاعبين ولديه معرفة بكيفية تطوير اللاعبين صغار السن ويعطيهم الأمل وأنهما يفتح لهم الطريق للعب في أكبر الأندية الأوروبية طبعاً روي فيتوريا بيكتشف لعيبة في صغار السن خصوصاً لعيبة تحت 17 سنة أحنا في مصر هنا لدينا التفاؤل الكبير في اللاعب المصرية والناشئين المصريين أنهم يطوروا من أداءهم في الفرق الأوروبية وينتقلوا إلى أوروبا للاحتراف عظيم جداً داي خليني أفتح معك حوار يهمنا هنا في الكرة القدم المصرية كنادي أستون فيلا وهو نادي أو واحد من الأندية الكبيرة في الكرة الإنجليزية لما تحب تشوف لاعب أو تضم لاعب من الكرة الأفريقية أو من الوطن العربي أو من مصر تحب يكون صغير السن ولا تحب يكون لاعب لديه خبرات وكبير السن أيهما تفضلون هذا اللاعب الصغير السن أم الذي لديه خبرات نحن 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 نحاول نأسس دلوقتي أكاديميتنا التابعة لأستون فيلا في مصر ونحن نكتشف المواهب ونعطيهم الفرصة نكتشف لاعبية على أعلى مستوى ونحاول نفتح لهم الطريق من القاهرة وأنهم ليهم الفرصة ليسفروا لإنجلترا وأنهم يعيشوا فترة معايشة في نادي محترف طبعا لدينا عديد من اللعيبة اللي هو تحت 17 سنة زي هيثم ولدينا بالنظام عديد من اللعيبة المصريين هي مش من السهل أن اللعيبة ييجوا من أفريقيا وينتقلوا لأوروبا صعب جدا أنهم يتأقلبوا خصوصا في بعض الأدوار والدوريات اللي هم يدروا ويتعايشوا فيها في أسبانيا وما إلى ذلك في الدوريات التي تلائم أو تقارب لعب الدوري المصري لكن الرحلة دائما تكون محفوفة بالمخاطر لهؤلاء الشباب لينتقلوا من أفريقيا إلى أوروبا في نفس السياق هل إمكانيات محمد صلاح الكبيرة وتقلقه في البريميال ليج خلت السوق المصري سوق اللعبين المصريين هو سوق مغري لأندية الدوري الإنجليزي هل تقلق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وفي كرة القدم العالمية بشكل عام خلت سورة اللعب المصري مختلفة عند أندية الدوري الإنجليزي وطبعا منها أسطنبالا كما تعرف مصر لديها الفخر وتاريخ كبير في إرسال لعيبة على أعلى مستوى زي ميدو اللي انتقل للدوري الإنجليزي اللي عندنا تريزيجي طبعا بصورة واضحة بصورة واضحة عندنا أبحمد صلاح لعيب ناجح على أعلى مستوى وأنه هو على مدار سنوات متتالية بجد هو ظاهرة بمعنى الكلمة وهو تطور جدا وحسن من اللعيبة المصرية وصورتهم عالميا خصوصا في الدوري الإنجليزي أنا أتمنى إن إحنا كنادي أستن فيلا إن إحنا نحاول نكتشف محمد صلاح الجديد ويجي يلعب معنا في الدوري الإنجليزي يلعب في نادي أستن فيلا طبعا بشاركتي مع نصف صويرس نكون أسعد اتنين في العالم بالتأكيد وإحنا كمان هنبقى أكثر سعادة منكما طيب بالمناسبة لم تسجر في اللاعبين المصريين محمد إنني لعب أرسنال الكبير كانت الصحافة الإنجليزية تحدثت في فترة الانتقالات الشتوية إنه قريب من أستن فيلا هل هذا الحديث صحيح؟ أنا محمد إنني كان قريبا في أي لحظة من اللحظات من نادي أستن فيلا لا أقوم بالتعليق على لاعبين يلعبون في الأندية التي ننفسهم هم يلعبون لفرق أخرى الآن طيب إحنا نتحدث عن موسم جديد أكيد تستعد له من الآن الموسم القادم وتنظر جمهير أستن فيلا في العالم كله على مستقبل الفريق في الموسم القادم طبيعي بالموسم الحالي وعايزين الفريق يبقى في الدولة الإنجليزية ويحقق مرتبة كويسة بس أكيد أنت كرئيس للنادي رئيس تنفيذي للنادي تفكر في المستقبل بالنسبة للنادي هل أستن فيلا في الموسم القادمة ممكن يكون منافس جيد لأندية الدورة الإنجليزية وإحنا نتحدث عن أندية قوية جدا أنا أشكرك على سؤالك لهذا السؤال نادي أستن فيلا نحن لدينا ستة ملاك ونحاول أن لدينا ساعة استعابية للاستاذ الحالي فيلا بارك 42 ألف متفرج ونحن نحاول نستضيف يعني لدينا 29 ألف متفرج على قائمة الانتظار لحضور المباريات ونحن نعمل على توسعة الاستاذات ولدينا الخطط لتوسعة الاستاذ ونحن نحاول نعذي الساعة الاستعابية للاستاذ من 42 ألف متفرج إلى 50 ألف متفرج ونحن نحاول نكون باستكمال هذا المشروع الضخم وحصلنا على الموافقة من خلال حكومة مدينة بيرمينجهم أن نحن نبدأ العمل في هذا المشروع هو المشروع يأخذ عامين من البناء ورؤيتنا تكمن إلى تطوير استاذ الفيلا بارك العريق ونكون لدينا استاذ لديه ساعة 50 ألف متفرج ليقوموا بالمشاهدة للمباريات الدولية الوطنية بالنسبة أن يستمي استخدام هذا الاستاذ في البطولات الدولية حتى أن المملكة المتحدة سوف تستضيف منافسات يورو 20-28 فبالتالي استاذ فيلا بارك سوف يكون جاهزا على استضافة هذه البطولة والأحداث الدولية القادمة ونحن سعداء ونشعر بالفخر تجاه إعادة بناء الاستاذ وضخء الاستثمارات والحصول على عوائد تساعد الاستراتيجية لعمل هذا النادي القدمة لحسن حظي أن أنا زورت فيلا بارك قبل كده واحد من الملعب العظيمة في إنجلترا وأتشوق بالتأكيد أن أنا أزوره مرة أخرى في المستقبل مع كل هذه التطورات في هذا الملعب سؤالي القادم يخص حاجة أوروبية تفصيلة أوروبية كبيرة وهو دوري السوبة الأوروبي عايز أفهم من خبراتك العديدة جدا في كل الأندية اللي اشتغلت معها هل فكرة دوري السوبة الأوروبي هي فكرة جيدة؟ فكرة استثمارية مميزة للأندية؟ ولا هتشوفها مضرة لكرة القدم الأوروبية؟ هي الفكرة أن يكون لدينا شهرة واسعة من خلال العديد من الأندية والمتفرجين والمشاهدين من جميع أنحاء أوروبا يستمتعون بهذه المنافسات وأن الفرق تكون مؤهلة لهذه المنافسة وأن النجاح يكون ليس فقط في الميدان ولكن نحن نقوم بعمل رائع من خلال تطوير البنية التحتية في إنجلترا وأن نلعب كرة عالية المستوى في إنجلترا من خلال الفكرة في مشاركة في السوبرليك أنت تحصل على عائدات أكبر واستثمارات أوسع وأن أستون فيلا مرحب به أن يحصل على ميزات إضافية رياضية أنه يلعب في هذه المنافسات أعلى جودة وعالية المستوى طبعا سوف نسعد بوجودنا في السوبرليك لأنه سوف يتحظى بمتابع عالية في أوروبا وفي إنجلترا بصفة سريعة وطبعا سوف نال إعجاب الجميع من المشاهدين حول العالم أشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة حقيقة كنا سعداء جدا ونتمنى سريعا نشوف أستون فيلا كمان موجود في مباراة داية في مصر إن شاء الله شكرا لك على استضافتكم لي على هذه القناة وأتمنى لكم أطلس سعيدة وليلة سعيدة شكرا كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي في أول لقاء لرئيس نادي موجود في الدوري الإنجليزي على قناة مصرية رئيس نادي أستون فيلا العريق صاحب سبعة دوري في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز فائز بدوري أبطال أوروبا فائز بكأس السوبر الأوروبي عام 82 كان شرف كبير لينا لقاء كريستيان بورسلو مرة أخرى الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي لسا مكملين معكم طبعا يمكن أنا برحب المنصة طبعا الموجودة وإحنا بنقول لهم أنتوا في مكانكم في بلدكم في مصر بلدكم التانية أكيد بنرحب طبعا بكل الفرق اللي هي حتمثل منتخبات بلادها تحت عشرين سنة إن شاء الله تكون بطولة تليق بمصر إن شاء الله ومنتخب مصر زي ما نقول منتخب مصر بصفة دي رئيس الاتحاد المصري إن شاء الله بإذن الله يكون لهم مصيب الفوز بالبطولة إن شاء الله بشكركم على حضركم وإن شاء الله احنا مستنين تسالوا في كل حاجة إن شاء الله بإذن الله في البداية أكيد ما نتمنى إن شاء الله بإذن الله وكلنا دعم طبعا لمنتخبنا وإجالة منتخبنا إن احنا إن شاء الله بإذن الله عندهم هدفين مش هدف واحد الهدف الأول هو الوصول إن شاء الله بإذن الله لكاس العالم والهدف الثاني هو تحييق بطولة أمم أفريكا إن شاء الله لازم كلنا ندعمهم لأن طبعا هم لعيبة لسه طبعا شباب ولعيبة لسه صغيرين إحنا دادونا أحدك أعلام حتى ولو فيه زي ما أنت ذكرت أن فيه بعض المشاكل سواء في المباراة الوديا إنما إحنا دادونا في الوقت الحالي أن احنا ندعمهم ونضيهم سكة جبية جدا وكلنا لازم نبقى فيه جنبه هيشوفوا وضع مختلف لما يلعبوا هنا في ملعبهم وفي وسط الجمهورهم لأن هناك مجموعة لعيبة فيه مجموعة لعيبة وماذا فيه مجموعة لعيبة على أعلى مستوى موجودين وأعتقد أنه يشاركوا في دور ممتاز فيه لعيبة كثير من الموجودين في منتخب الشرف يشاركوا فيه دور ممتاز ودي أعتقد ساعدنا بشكل كبير موضوع محتاج دعم محتاج منهم هم قوة محتاج منهم أن يكون عندهم دوافع لازم يبقوا محددين كجهاز فني وكلعيبة هم عايزين إيه من البطولة أنا يمكن الكلام ده كنت في زيارة المنتخب واتكلمت مع اللعيبة قلت لو أنت عندكم حاجتين الحاجة الأولينية أنك أنت بتدفع عن اسم بلدك وبتعمل إنجاز ليك بيتذكر لك طول تاريخك زي ما سبق ولعيبة كتير عملت إنجازات قبل كده وإحنا حققنا البطولة دي قبل كده طبعا يمكن أخيرا كان مع كابتون ربيعاسين أو جيل كابتون ربيعاسين بأقصى ما عندهم أنا أعتقد إن لو ده حصل إحنا كجموع هنبقى رضيين لأن في كورية القدم شيء مهم جدا الناس لما بتشوفك إن انت بتبزل أقصى مجهود عندك حتى لو النتيجة النتيجة في الأول في الاخر بتاع طربنا في فرقة كتير بتقدي بشكل كويس وممكن ما تحققاش النتيجة فكل واحد يقدي بكل قوة وبكل أمانة وبكل شرف ولازم يعرف إن شرية المنتخب مصر ده هو الأهم بالنسباله وبيكون لي قيمة وهو لابس شرية المنتخب مصر نصيحتي إن هو كل واحد ينزل يقدي بشكل قوي جدا 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 بدون أي ضغوط وفي النهاية النتيجة دي يسيب على لبنا سبحانه وتعالى لو عملوا كده أنا أعتقد إن شاء الله بإذن الله يحققوا المطلوب منهم بإذن الله طبعا إحنا ذكرنا ثلاثة فرقة كويس قوي وأول فرقة موزنبيكة حمدأخذ المطش بمطشو ذكرناها كويس قوي 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 وطبعا كابت محمود جابر عارفين نحن بنعمل كويس وبنتمرن على إيه وإن شاء الله يعني خير بإذن الله ما عنديش أي شك في إن إحنا قضيين وده طول عمر مصر بتنظم البطولة بشكل جيد تمنا بقى إن شاء الله بإذن الله دور العيبة بإذن الله كمان إن هم سعدونا والفراح الشعب المصر كله بالكامل إن هم يحققوا الهدف الأهم بالنزل الموصول لكاس العالم وكمان تحية البطولة الأفريكية إن شاء الله بإذن الله إحنا هنا في مفعول صحي لما تلعب في أستاذ الكهرية وتلعب في وسط الجامعية أعتقد ده بيدي دفع معنوية طول عمرنا المنتخبات المصرية أو حتى الأندية لما بتلعب هنا في وسط الجامعية وبتلعب في الصادقية نعتقد بيبقى ليه مفعول الصحي فده اللي إحنا نتمنى وده اللي إحنا بننقله اللي عبتنا واللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله نبعد عن أي ضغوط لعبه بشكل قوي ولعبه بروح عالية والنتيجة دي بتاع طلبنا سبحانه وتعالى أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن يكون فيه تسهيل بالنسبة للحضور الجامعية وأتمنى وأوناشد إن طبعا أساس الدكتورة شاف صبح وزير الشباب ويوضة مع اتحاد المصري للكورة القدم مع حتى الأندية إن هي تساهم في وجود الجامعية ويكون الجامعية بكسافة كبيرة طبعا لمساندة منتخب مصرية في الأول وفي الآخر النجاح ده في الآخر لنا كلنا كبلد لنا كلنا كمصريين لنا كلنا كرياضة المصرية يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني ونورني في هذه الفقرة كابتننا الكبير كابتن محمد عبدالله كابتن محمد مشرف ونور عبيبا كابتن كريم أخي بارك إيه ربنا أعزك رب تمام الحمد لله نبدأ بالأهل والزمالك زي ما أنت عايز أنت حابب تبدأ لا أي حد والله نبدأ من حيث انتهى المباريات النادي الأهل النهاردة خسارة ممكن نعتبرها بينكم سين خسارة مفاجأة بعد الأداء الجيد اللي عمل الأهلي في كاس العالم الأندية النهاردة خسر أمام الهلال بأداء ما كانتش جيد خالص تحديدا في الشوت التاني شوت الأولي ممكن كان أفضل شوية للأهلي خسر النهاردة من رجلات نظرك والله طبعا هي مفاجأة طبعا يعني في تلك الظروف والأحوال والأحداث الأخيرة اللي بتمر مع نادي الأهلي انت راجع من بطولة عالم أندية عمل أداء كويس وانت تيدي يخسر مباراة افتتاحية بطولة دورة عبطال أفريكا بالأخص البطولة المحببة لك دي كارسة في حد ذات كارسة ها طبعا بس اقول مباراة كابتن عبدالله انت ضامن بقى المباريات بقى ما عاش كده ما عدت عشان مش ضامن بقى المباريات فلسه لسه فيه فوق متعاد الكرة متغيراتها كتير متغيرات الكرة كتير فانت نش ضامن حاجة دلوقتي كل الفرقة في أفريكا بتدعم بشكل كويس النهاردة شفت الهلال فرقة محترمة فرقة منظمة اه هي مش بقوة نادي الأهلي بس خدت تلاتة بونت على الآله دي يجي كان نهاردة يعني يديك دفع للأمام انت برضو عندك ماتش اللي جاي السابت اللي جاي فده برضو انت بتلاعب فرقة في المحاصلتها في الوقت الحالي معهم ستة بونت هو جاي عايز ياخد يام ما ياخد بونت منك يام ما ياخد التلاتة بونت وانت لقدر الله ما كسبش الماتش اللي جاي هتخش حزبة برمة هتيقعد بقى تستنى نتاجي الغير فعن تدخلت نفسك في حزبة برمة بدري بدري قوي صحيح اه كنت اتمنى ان اشت له ولاني فعلا كان ماشي في يعني في الصياق النادي الهلي كان ممكن يخلص في اي وقت يعني لسه كنا بن كامل او انت دلوقتي يعني مش مش نادي الهلي يجيله فرصة واتنين وثلاتة مش مستنين احنا العشر فرص بقى عشان يخلص بالزبط لا ده نادي الاهلي ان انت يجيلك كامل بالزبط يعني المفروض ان انت فعلا بتلعب في اعلى level في مصر في احسن لعبة موجودة في الوقت الحالي في نادي الاهلي المفروض الفرصة اللي اتجي لك تعرف انها في الأول في الآخر اخر فرصة صحيح انما الفرص اللي تيجي النادي الاهلي وبتضيع بالشكل ده قيس على ذلك انت يعني المنتج في الآخر ان انت فعلا الكرة اللي بتروح لك ممكن بتخش فيك وده اللي حصل فعلا النهاردة يعني النهاردة انت بتتكلم نوعا ما متوازن. شوت دفاعي ان كان في الحالات الدفاعي يوقفهم بشكل كويس. حالات الهجومية قدروا برضو يشتغلوا بشكل كويس. انت كان لك فرص الشوت الاول والهلام ما كانش لي ولا فرصة. ملوش ولا فرصة. صحيح. ولا فرصة. بيس على ذلك الشوت التاني اول قرص يروح بيه نادي الاهلي من ناحية علم علوم كان في الديها واحد وسبعين اتنين وسبعين. صح. ده اول وجود لنادي الاهلي. صح. قبل علم علوم ما يطلع. صح. انت متخالي للشوت كامل لنادي الاهلي ما بيوصلش. متخالي للشوت كامل لنادي الاهلي دفاعيا ويجوميا مش متواجد. الآن النهاردة كان فيه طبعا يعني ما تعرفش بقى الظروف الجول. آآ السفر. فعلا ما ما عد المباراة لاني برضو دي انا مش يعني سمعتها مبارح حتة النص للعابة تعودت عندنا انها تلعب بالليل وحتة الساعة ثلاثة. لأ يا مفروض انت بتلعب في اي وقت انت الراجل اللعيب كورة محترف. سواني بقى عشان دي انا النهاردة في اول حلقة اتكلمت عنها يا حب اقدي كده اوه. اتفاضل. فكرة انه الاهلي والزمالك ميلعبوش في البطولة المحلية بالنهار يبدو اكاينه مأثر. يعني انت تيه تلعب مباراة افريقية بالنهار الاهلي والزمالك ما تلوامش الاهلي والزمالك اللي انت عارفهم شكلهم غريب. فواضح انه فيه عدم تعود. قبل ما نخش الهواء كان زمايننا في الاعداد خدوا تصريحات من محمد الشناوي. محمد الشناوي قال كده نصا. انا ما شفتش الكورة. يعني قال الكورة سهلة جدا بالنسبة بالزبط. بالزبط. لو هو الراجل بيلعب بالنهار كتير وبيلعب قدام الشمس كتير اكيد هيبقى عارف هيعمل ايه في الهواء. ما طبعا مش مبرر. ما في الاول الاخر هيبقى خطأ هيعتبر خطأ. اقول لك على حاجة يعني انا قعد مع محمدا صاحبي. اه. انت شفت وغرق. اه. من بتكلم الفاول اللي اتلعب قبل فاول الجون بزبطك. اه. وما جون فاولين ورا بعض على طول. صح. الفاول طلع فوق خالص. اه. اللي طلع فوق العرضة ب بمسافة. والفاول التاني جون. فبيكلمي بيقول لي ممكن تخش في الشناوي. طوله صعب. ده جون متخب مصر. استحالة. اه. انت متخيل الكلمة يعني ما فيش فرق بين الكلمة. والجون ما خدناش تلاتين سنية. اه. دخلت. فلا. فالشناوي لأ فهو بقاله فترة. المستوى طالع نازل. فده مش مبرر تقول لي اصل شمس ومش شمس. لا. في الدنيا كلها بيلعبوا بالنهار. اه. وحتى عندنا في مصر حتى انت لما بتلعبش. انت اللي طالب كده او اتحاد الكورة او الناس المنظمة. اه. هم اللي ساعدوك على كده. حلو. ما ده مش صح بقى. احنا مفوض لمسؤول الاهلي والزمالك ورابطة الاندية والتحاد الكورة. اي حد مسؤول اجابعة الاهلي والزمالك لمصلحة الكورة المصرية. بالضبط يلعبت موعيد اه زي زي بقى الاندية. يا سيدي بنسبة اقل عشان امور تسوقية. لا فيش حال اسمها بنسبة اقل. لازم ببقى هنا في يعني زي بقولك ايه في عدل. مش. في عدل في المنظمة. اه. هتعدل. اه. 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 مش هتعدل خلاص انت بقى قيس على ذلك اللي انت بتشوفه بقى. اه. انا اقعد نسمع مبررات. اصل ما شبتش الكورة. اصل موعيد الاكل. اصل النوم. اصل اصل. الكلام الكتير اللي انا قد نسمعه. وده مش في حياة لعيب الكورة. حياة لعيب الكورة عارف ايه لعبة. يعني محترام الاهلي والزمالك. ماريا المدريب بيلعب الساعة اتناشرة. اه. النهاردة. النهاردة ارسن بيلعب الساعة اتنين. اه. بالضبط ايه مشكلة? اه. قبل كده بيلعب بيلعبوا الصبح والدور عادي. ما فيش مشكلة. احنا نفسنا في الكورة مساعدة تفتكر الاهلي والزمالك في عشان تساعدك على قل. لما اصلحتك. في ماتشات افريقا. ممكن يجي لك يعني يعني. لما جي لعب الاهلي قبل كده الماتش بتاع خمسة. اه. ما لعبوا الساعة ثلاثة. وده اللي هيحصل الماتش. وده اللي هيحصل ممكن الماتش اللي جاي. بالضبط. لا الماتش اللي جاي عنده. لبعده يعني. لبعده. واضح طبيعي خلاص الناس تعودت فهمت. اه. فبدأوا يلعبوا لك على نقطة ضعف معينة. صح. او اه او حاجات انت اساسا مش دارك انها ممكن تحصل لك او تحصل عواقف في. ليك في المبعد. صح. فلازم الناس هنا تفكر للصالح العام. مم. مش مصلحة ناديين فقط. ان انا بقى لعب ساعة خمسة او هلعب سبعة. وشكرا على كده وبالق عنديها كلها بتتظلم. فيه ناس بتلعب الساعة اتنين ونص على طول. يعني اسوان دي تلعب يعني بنسبة مسلا تسعين في المية. ماتشات الساعة ثلاثة. بالضبط. بالمناسبة الماتش اللي خسله زبالك في الدولة كان. في نفس التويت. امام اسوان. نفس التويت. نفس التويت. اه. فدي مشكلة. اه. فلازم يتعوضوا على كده. لازم حتة العدل هنا من البداية. اه. عشان تقدر تجاري امورك فيما بعض. هاي قالي النهاردة تأثر بدنية بسهر المشاركة في كاس العالم يعني النهاردة مجهود كبير في كاس العالم العندية المباريات كانت متقربة المواعيد جدا تأثر النهاردة وتأثر طبيعي بدنيا في الشوت التالي. لا لا لا. ما تأثرش. ما تأثرش. حتة ان انا هقوله تأثر او ما تأثرش. ما ينفعش اقولها مع نادل اهل. ما ينفعش اقولها مع نادل زمالك. اه. الفرع اللي تعودت انها تلعب اكثر من بطولة لا. انا سكواد بتاعي جاهز. بدنيا فنيا تركيزيا كل حاجة عندي على اعلى مستوى. ما ينفعش ان انا اقوله انت بدنيا. لان انت بالاخر دي انت بتجري. لأ انت ما وقعتش بدنيا. انت فعلا معادل مباراة. مش مناسب. لبعض اللعيب عشان ما نظلمش. فعشان كده انت او ظهرت بالمستوى ده. غير طبعا تغييرات الراجل متأخرة جدا النهاردة. انت شاف عندك شوت التاني. نص ما لعبك تاخد منك بشكل كبير. انت جيت يعني على ما افتقر تتغير. بدأت تغييراتك في الديها حاجة وسبعين. هو واضح. بدأ بالكندوس اللي هو بعد كده غير تلات تغييرات. واضح. النهاردة اول تغييرات نوستين. نوستين. رائم مرس الكولارس في كل المباراة بتاعة الاهلي. بيبدأ تغييراته من ديها ستين. مهما حصل. لا لا بالمناسبة مهما حصل. يعني حتى لو في العيبة انت متأكد انه لازم يخرج من بدرق هو بيبدأ تغييراته من ديها ستين. طب النهاردة احنا بنيكلم في حالة مباراة. مم. واكتر من حوالي تمن تسع العيبة برا الجيم النهاردة. هستنى لحد ما تبقى الكارثة اكبر. النهاردة انت بتتكلم واحد صفر. تحسب عليك ضربت الجزاء. طب لو ضربت الجزاء دي دخلت. خدست بقى. طب لو جون اللي دخل وتحسب وصيد دخل. مم. اطلع بفضيحة اكبر. مم. ولا انا اطلع بقى اللي الخسائر على اقل لو هو مش يومي. مم. ولعبتي مش في حالتها. اطلع على اقل بقى اللي الخسائر. عشان انا عارف ان عندي مباراة في الدورة. عندي بعدها بتلات اربعة ايام مباراة برضو. بدورة بتلقى افريقيا ومع فرقة. فرقة كبيرة جدا. فانت محتاج ان انت تلمي نفسك بقى صراوات. مم. انما ان انا سيب المساحة تيجري بيها وان الوقت يجري بيها. وان انا علامة اساسا احنا واحنا لايب القرى. لما يجي خش في الجيم. مم. عايز لك عشهر خمستاشهر دي على القل. علامة. ما حاس بقى ان الباص يطلع سليم. الحركة بتاعتي يا علية. كل الكلام ده لازم هو بقى دارسه وعارفه. مم. انما النهاردة تغييراتك متأخرة قوي. سبت الوقت يمر بيك وانت برضو قاعد مستني. مم. لأ انت اه انت لازم تبقى دارك بالمقف اللي انت فيه. كانت تبقى لك احمل بكوندوسة لما نزل. اه طبعا. رايك ايه? يعني مش رايك ايه في مستوى بشكل عباش احنا لسه مشوفتها. بالضبط ما نقدرش نحكم عليه. الملامح ايه. اللمسات ايه. انت لعيب كورة. لعيب كويس. لعيب كبير. لعيب كويس. والنهاردة برضو انت ما تقدرش تطعكم عليه برضو. طبعا. جوا اه عوامل المساعدة بالنسباله الفرقة مش في حالتها. فانت ما تقدرش تطلع عليه يعني اه واحد في المئة من اي كومنت لأ انت لسه مش طلع نازل. اه. طلع نازل. بس برضو انا على مبدأي وعلى كلامي هو افضل لعيب في نهاية اللايب في وطرة الاخيرة. افضل لعيب. اه. هم. عنده حلول. هم. هو الوحيد اللي تحس انه ممكن يعني يعمل لك اه يعمل حاجة. فاكر لما كلمت معك علي مطش الريال مدريد. اه. بتلك الوحيد اللي مختلف فيهم. اللي ممكن يركب نادي الايه في اي وقت. فعلا ده اللي حصل في مطش فلاميجو. فلاميجو. صح. عنده حل. طيب. بيقدر عنده سرعة وعنده دريبل كويس. عنده واحد ده واحد بيقدر اشتغلها بشكل كويس. اه. رجليه كويس على الجون. اه ممكن هو بيزودها شوية. اه. بس ممكن يعني الحاجات دي تتتعالج فيه بعض. يسيب النادي الاهلي ونروح لنادي الزمالك. امبارح الزمالك كان مباراة. مهم جدا يلفوز فيها بعد الخسارة قدام شباب بلس داد في المباراة الاولى حتى لو مباراة خارج الارض وهي خارج الارض بس كانت موجودة. لتركيي. طرفين. اه خارج الارض لترفية. اداي نادي الزمالك كانت ممكن يبقى حسن من كده? ده المفروض. ده المفروض. ده المفروض. اه. تراج الخسران وعارف ان انت رايح المباراة دي بالنسبة لك. هي يعني ايه بسيس الامل ان انت ممكن تكمل في دورة ابطالة افريقيا او تطلع. فانت كده بتصعب الامور او صعبت الامور عليك اكتر واكتر. مم. النهاردة التراجي بيكسب. بقسي التابونت. مم. وانت المفروض ان انت رايح للفرقتين. رايح لشبابه الازداد برا. مم. وراح للتراجي برا. مم. واخر مباراة شبابه الازداد التراجي. لو انت محتاج المباراة دي. هم هيسهلوا الدنيا لبعض. مم. وحصل قبل كده. مم. انما نادزة مالك مبارح في اسوأ حالاته. في اسوأ حالاته. اللعبة في اسوأ حالاتها. الجهاز في اسوأ حالاته. يعني الناس مش دركة فعلا الموقف اللي انت فيه. انت ما بتصدق تشم نفسك ان الناتزة مالك لسه كذبان سموحة. تلاتة عامل اداية كويس. طب فين. مم. لازم اللعبة تحس شوية انها فعلا بتلعب عشان خطر نادزة مالك. انما اللعبة مبارح. اه يعني انا اسف حد سوأ الحرج. الناس مش في دماغها. مم. اللعبة بتلعب بكيفها وبمزاجها وما عندهم ش احساس بالمسئولية. لا. الناس زمالك مالك كبير. وانت بتلعب بطولة كبيرة. وانت نفسك تحقق البطولة دي بقى لك فترة. شب. فاللي عايزي حقق البطولة لازم يستعالها بشكل كويس. لازم يتعب لها. اللعبة مبارح ما بتتعبش. طيب على الجانب اخر مش حاس ان اداء الزمالك الدفاعي تحسن بعض الشيء? نوعا ما. اه. نوعا ما. اه. دفاعيا بقى افضل شوية. اه. انما برضو اقول لك على حاجة في حاجات مبارح برضو. طبعا كان في سوارات وكرة عادة. كان في كوارس مبارح بتحسن. كان في كوارس. انما اه زي ما اقول لك ايه ربك بيسطر. اه. لا ربك بيسطر يعني في حاجات مبارحة يعني كانت ممكن تخلص في ثانية. اه. انما نوعا ما يوم بعد يوم اكيد الامور ده هتتعالج بشكل كويس. وانا بقول لك هم اكتر ناس عايشين معاهم. يعني كان مستر فيرا او كابتن وسامة. هم اللي عايشين جوا المطبخ. هم اللي قادرين يحطوا مين? كنت بتكلم دلوقتي. اه كنت بتكلم دلوقتي على فكرة انه مصطفى زيزو مبارح ما كانش يعمل مباراة كبيرة. وقلت انه الزمالك عاش فترة طويلة معتمد على فكرة ان احمد مصطفى زيزو يدي اسست يجيب هو الجول. اه. لو احمد مصطفى زيزو مش في الملعب فين باقي حلول نادي الزمالك. بالضبط. فين باقي حلول نادي الزمالك. ما هتي بقت مشكلة. اه. ان انت اعتمد على لعيب واحد. او كان اه زيزو كان بيشيله امام قبلها. امام ميشي دلوقتي. فزيزو ايد لوحدها ما تسقفش. اه. حتى انت طول الوقت يعني انت مبارح لعبت حوالي اكتر من اتنين وستين ديئة. هو ما بلعبش على عدلته. ام. يعني يعني مصدر خطورته وقوته هو بلعب ناحية الرايت. ام. انت اساسا هو مش شغال على عدلته. الحتة اللي هو بيبدع فيها. ويعني وبيطلع كل ما عنده فيها. انت اساسا مفتقده فيها. ام. مش موجود. ام. فانت خدت جزء كبير منه. حتى لما جيه فعلا انها بدأ مصدر الخطورة شوي. ام. انها مقيد له واحدة ما استقفش. لازم بقى عندي حلول. سيف الجزئيلي كان من واحد من اللاعبين اللي ساعده الزمالي جدا. ان هم يكسبوا الدوري فاته والكاس. بزد. الدوري اللي قابليه كان واحد من اللاعبين اللي كانوا مهمين قوي سيف اه الجزئيلي. ليه سيف الجزئيلي بقى له فترة مستوى متراجعة? عشان مفيش حد. ام. انا اللي بلعب. اه عشان مفيش حد. اه مفيش حد. اه. مفيش في حاجة ده بيدابد بورايا اكيد لازم هيبقى في في اكتر من كده في غل في تمرين. كل الكلام ده مبص التمرين هو المباراة. ام. فالراجل ده مقصر في التمرين وكده مقصر في المباراة. وده اللي بيحصل. الجزيرة بعيد تماما. يعني ممكن يعمل لها الجيم كوي سوي. ويقعد عليهم تلات اربعة متشاط بعيد. شح. وده اللي بيحصل الفترة دي بالاخص. احنا بنكلم سانة الفاتد كان عامل موسم هاي المعنات زمالك. اللي قبلها كان بيسام بشكل كبير. ام. السنة دي الجزيرة مش موجود. وبالاخص من ساعة ما رجع من كاس العالة. ام. مش متواجد. ام. مباراة انت بيجي لك حاجات يعني جات له كرة اللي تحطط له من من سيف جعفر. لا. الف به ده يعني بطن رجلك هلال. انت ما عندكش احساس بالمكان ولا شايف الجون ولا انت عارف المسافة اللي بينك وبين الجون عشان تحط القوة دي كلها فيه. ايه رأيك في سيف جعفر? العيد كويس بس اه. حتة شو غالب عليه شوية. شو في اللعب? مش في اللعب رأكشن وش وده مش مطلوب. اه. وده مش مطلوب. وفعلا انت بتلعب في نادي كبير. فمش كل ما هتضيع هجمة. اه. هتقعد تمسك الشورت او تنزل في الارض. ده بياخد على فكرة يعني بياخد بيك وبيلعبتك. يعني انت الحركة زي دي يعني انت مش خسراء. ام. خلاص موضع طبيعي ان انا هضيع. ام. بس الشاطر اللي يقفوا يجيب. شو غير اللعيب صغير في السن في حماسه لسه غالبه. عنده كم سنة? ونفسه يثبت في. عنده كم سنة? عشرين تقريبا اه. طيب واللي جاب جون في نادي الاهلي في ماتشوريل المدريك. عنده كم سنة? اه كانت سبعتاشر سنة. اه. سبعتاشر سنة اه. طيب. اه. مش حاجة اسمها لعب كبير. اه. يعني مفيش حاجة اسمها صغير. اه. انت خلاص تحطيت. في وسط الحداشر دولي بقى انت لعب كبير. اه. وبعد انت بتلعب في نادي الزمالك. معلش هو انا بلعب في فرقة صغيرة في منتصف الجدول او انا في نادي الزمالك. يعني انت هتحطيت في تصنيف ان انت خلاص بقيت واحد من ضمن المجموعة دي. اه. فما ينفعش ري اكشن اللي انت بتعمله بعد كله. اقول لك امبارح. امبارح. العل على الجوزية دي فعلا ان اه. اه حافيز دراجي. اه. قال له يعني انت فعلا ما اوفرها قوي. كل قرى تضيع اه. ينزل في الارض. لأ. ما العلم انت لعب كويس. وعندك هاي كويس. امم. مش مطلوب ان انا اعمل الكلام ده. انت فعلا انت لعب كبير. وبتلعب فرقة كبيرة. فلازم يبقى في يعني العقلها تضاير شوية. عايز قبل ما اصيب زمالك اه اسألك على واحد ماشي من الزمالك. امام عشور. امام عشور هدف. راح وسجل. اول مشاركة بسجل هدف. والناس بيتكلم على حاجتين في امام عشور. ان هو قوالة رائع جدا من اللعبين وقلق كبير جدا من العقلية. استقع امام عشور هيروح لحد فين في اوروبة. لو هو عايزي بكويس هي غار من نفسه. امم. كلعب كورة مفيش اختلاف عليها. خالص. كامكانيات ومهاريا فنيا. اه. بدنيا حاجة. حاجة. دفاعيا حاجة كويس اوي. اه. انما زي انت بتتكلم. المنثالتي هيروح فين. اه. بس انا لما اعطاك ان هو لو فكر صح هنلاقي امام في حتة كبيرة. انا انا نفسي. وده اللي انا بقى عشمان في ربنا. ان احنا فعلا نلاقي اكتر من اللعيب. اه. اه بعقلية صلاح. اه. سيبك من اللي وصله صلاح. لان اللي وصله صلاح صعب ان حد يوصله. اه. صعب. مش هنقدر ان اه. تعلم نيزة امام عشور كمان ان هو في مركز هو دائما مطلوب في كل الاندية. كل الاندية. مركز الركوطية ده هو مركز قليل في المبدعين. وبعدين هو قبل الزابط الله ينور عليك. هو مبدع يعني اللي في المكان ده ما عندوش اللي عند امام. امام فعلا بيعرف يتحرك بيعرف يوصل بيعرف يشهد بيعرف ييبجون بيعرف يدافع كميات الجارية عالية جدا عنده. اه. فالمكان ده مش هتلاقي فيه كل الناس المتكاملة ممكن اه اتلاقي واحد بيعرف يقطع ويسلم. صح. واحد بيعرف يجيب بس ما يقدرش يدافع. صح. انما ده عنده الحاكتين ما شاء الله. اه. فاتمنى فعلا ان هو يبقى عقليته زي عقليته صلاح. ان شاء الله. بإذن الله. كابت المحمد دايما بتشرف ودايما بتنور. عبيبة. دايما اللي قام معك حلوة. ربنا خليك يا رب. شكرا جزيلا. نفسك كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل. كلام ايضا عن مبرتايا الاهلي والزمالك مع محمد جمال ومحمد واحمد الجهري. خليكم معي. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى. كلام في الكرة يحلى. يحلى. وان كان النتائج مش حلوة للاهلي والزمالك. بس الكلام يحلى مع محمد جمال واحمد جهري. جيمي مشرف. حبيب يا كيل. اخبارك ايه? زيل فالحبابي. قلو حلو. موصول ان انا موجود معك العادة ومع جهري. يا جهري وحشني في رقم عشرة. ربنا خليك كريم. غيبة طويلة. خالص والله ليه كنا موجودين. ما عرسوا. هتلاقيين كتير والله خلاص. لا موجود معك كتير. ماشي. يا بابا سعيدي يا بابا معك كريم انت اخ كبير يعني وبطلب منك. حبيب شرف لا جهري. جيمي نبدأ بالاهلي? طبع. نبدأ بالاهلي يا جهري. نبدأ بالاهلي. نبدأ بالاهلي. الاهلي النهاردة مش عايزة اقول انها آآ مو فاجأة كبيرة يعني. بس الفكرة انه الاهلي عودنا الفترات اللي فاتت دي كلها انه الاداء بيبقى حلوة. وانه النتائج جيدة. ولو اتعاملنا مع مارس الكورة فمارس الكورة ممخسرش اي مبراغي المبراطي آآ كاسي عامل عندها وما فهوم ليه المدريب الفرامانكم مفهوم. بس اخسارة الهلال النهاردة هي اكتر حاجة كانت موجعة الجميع النادي الاهلي من زمان. طيب. خليني هاخد السؤال بتاعك يا كريم على جزئتين. هاخد بس كلمة الاول هل هي مفاجأة ولا مش مفاجأة. اخسارة الاهلي النهاردة. لا اخسارة النادي الاهلي النهاردة مش مفاجأة. ليه? التاريخ دايما ليه كلمة. وهنيجي للأداء بعد شوي. التاريخ دايما ليه كلمة. الاهلي لم يستطع ان يفوز على اي فريق سوداني من اخر انتصار على المريخ سنة التلاتة وتسعية. الاهلي لعب الهلال في السودان ست مرات. ست مرات. لم يستطع فيهم الفوز ولا مرة. الاهلي سجل هدف وحيد في الست مباريات. الاهلي اخر مباراتين سدت تزديدة وحيدة. مية وتمانين دقيقة في السودان بتزديدة وحيدة. اللعب الوحيد من الجيل الحالي اللي سجل امام الهلال هو محمد مكدي افشي. سجل هدف وحيد للنادي الاهلي. فان الاهلي يحقق نتيجة سلبية سواء بالتعادل او بالخسارة ما كانتش مفاجأة. الاهلي لا يجيد ابدا اللعب امام الفرق السودانية في السودان. ايه كمان? ان النادي الاهلي اخر مباراة فاز بيها عصرا في بطولة افريقيا من امتى? من تمان سنين. الله. تمان سنين الاهلي لا يتمكن من احراز الفوز عصرا. اخر مباراة. اخر مباراة فاز بيها النادي الاهلي عصرا امام باتريت الرواندي اتنين صفر الفين وخمستاشر. من تمان سنين الاهلي لا يجد اللعب عصرا. جرس انزار النهاردة بنضربه قبل ما الاهلي يروح يلعب القطن الكاميروني عصرا. وهيلعب ساندونز عصرا. والمباراتين بيشكلوا طوق النجاة للاهلي في النهاية. حتى لو الاهلي فاز في مبارياته في القاهرة. التلات مباريات لأ محتاج يعمل نتاج إيجابية في المباراتين اللي خارج الارض. فجرس انزار من النهاردة ان الاهلي لا يلعب عصرا ولا يفوز عصرا. وخلاص المطشون ما باعدهم محطوطة قريدي سواء في بريتوريا او في ملعب جرس. ده فيما يخص قصة مفاجئة ولا مش مفاجئة. الجزء التاني بقى. الاهلي فعل كل شيء كل شيء عشان يخسر نهاردة. حضر المبارات بشكل سيء. دخل المبارات ببنش في مشكلة كبيرة جدا ولا مهاجم على البنش باستثناء محمد شريف الغير موفق في الفترة الأخيرة. عدم تواجد كهربا وشادي حسين على البنش نهاردة علامة استفهام. زي ما اثنينا على تحضير كولر في كل المبارات والمواجهات اللي فاتت. وزي ما قلنا ان الراجل بيعرف يزاكر خصومه كويس لانهاردة لا هو مزاكر كويس. ولو حضر المبارات ويلعب تسعين دقيقة في درجة حرارة واحد وتلاتين وبيلعب عصرا. والطريقة اللي لعبية في الشوت الاول قصرت عليه مليون في المية في الشوت التاني. النادي الاهلي النهاردة بلا اي تزديدة على المرمى اون تارجت يعني. اهلي سدد لكن ما سددش اون تارجت. ولا تزديد. ولا تزديدة على المرمى النهاردة. وتبقى الافة بقى عشان ما طولش في التعليق على المطش يعني. وتبقى الافة لما نروح للحالات. قافت اضاءة الفرص المزمنة. لما لاشحل حتى الوقت هنا. من جانب اخر. النهاردة النادي الاهلي تحديدا الشوت التانية جاري. الحالات الدفاعية ما كانتش جيدة. واللي كان بيعرف يعمله النادي الاهلي في مباريات في الدوري او تحسن فيه في الدوري مش بتكلم عن كاسام لاندية عشان كان عنده نفس الاخطاقة دي في نواحة الدفاعية في كاسام لاندية. هي اللعب خلف البكات في النادي الاهلي سواء علي معلوله او محمد هاني او حتى فيه منتصف او عمق دفاع النادي الاهلي كان فيه اخطاقة دفاعية واضحة وبين قصين احيان بتبقى سازجة في خاطر دفاع النادي الاهلي. ايه الاسباق? بشوف ان الاهلي اغلبية فيه فرق الليفل كبير او يا كريم خلينا بقى سرحة. لما بيلعب الفرق الدوري. بمكن يواجه الزمالك بيراميدز بيبقى بروفايلات مختلفة فيوتشر. هي دي البروفايلات شوية اللي هي قريبة من الاهلي او اللي هي ممكن الاهلي يبقى واخد حظره شوية. لما بيبتدي يروح في الليفل تاني سواء افريقيا او مع كاس عالم اندية بيظهر ممكن دفاعات. وده طبيعي يعني. يعني هو ده. لان اي فرق عندها مشكلة. ابتداء من اول ريال مدريد حمل لقب دوري ابطال اوروبا. لا اي فرقة في الدنيا عندها دفاعات. لكن هي الفكرة ان الديفول لما بيتقرر زيه في نفس الوقت. لما يبقى حاجة ايجابية بتتقرر في الملعب. هنا لازم تعمل عليها هايلايت. سواء بالسلب او بالاجاب. بشوف ان الاهلي عنده مشكلة دايما في كذا نقطة. النهاردة كانت باينة قوي في نقطة هنشرحها. كذا نقطة اللي هم ايه. الاهلي دايما عنده مشكلة لما بفرقة بتلعبوا على التحاولات يا جيمي بيبقى عنده مشكلة في الرده بالزات في الاتين في نص الملعب. فبتفوج مع اي مدرب على فكرة هي بتبقى مشكلة عند اللعيب. لو دي موجودة كحالات نعرضة وانت بتتكلم. اللي بيها مع مرسل كولر. الحقيقة النهاردة انا شفت بالزات في الشوت التاني. الشوت الاول اتعملت بشكل كويس. الاهلي دايما بيسيبش مساحات في ظهره. خلينا نعرض كده الحالات. يلا. في واحدة كانت واضحة جدا. اللي هي اتعملت بالعرض في اول الشوت التاني. اتفرج على بص بص هنا ديانج وهنا حمدي فاتح. بص الناس بتستلم فين ده. بالمناسبة دول مش الفراو ده. ده واحد جناح والتاني اللي كان في نص الملعب. اولا فرقة اللي هي لعب ده اتنين من في نص الملعب كانوا مميزين جدا. هنا ما ينفعش ديانج هو كله باصص على كرة كريم. محدش باصص عامل سكانينج في ظهري انا مين. هو مش لازم ان انا ابقى بتحرك في الحالة الهجومية بس بشكل مميز. لا انا في الحالة الدفاعية لازم ان انا ابقى بتحرك ومايبقاش فيه حد في ظهري. هنا الناس بتشتغل بطريقة سهلة جدا وسهل ان الكرة تتلعب. يعني لو الراجل عمل هنا هو اختصر وعمل بروغريسيف باص بين الخط ده وراحت الصورة اللي بعديها الراجل هيستلم بشكل سهل جدا. ديانج ابتدى يتحرك وبعد كده طلعت الصورة اللي بعديها راحت على الطرف واتعملت كرة عرضية. مشكلة كبيرة جدا ان كانت عند النادي الاهلي. مشكلة كبيرة كريم كانت عند النادي الاهلي النهاردة ان الناس بتتحرك في ظهر فرقة فرقة نادي الاهلي بشكل زيادة عن اللزوم. المشكلة انا في رأي ان كان ديانج وحمدي فاتحي ان الاثنين ما كانوا كانوا سايبين مساحات. وبرضو في نقطة مهمة في الكرة. لما انا سردباك انا بتكلم بقى هنا على ياسر وبتكلم على عبد المنعم. الاثنين السردباكين لما يلاقوا ده لازم هم اللي يزقوا الباكين معاهم ويبتدوا يطلعوا عشان اقفل المساحة. هبتدي اضغط الاثنين هيرجعوا اوتوماتيك قدام يانج وقدام عمر السلية. دي ما تعملتش دي كت واضحة جدا. الحالة اللي بعد كده اتفرج على الضغط اللي كان بيطبقوا النادي الاهلي. الضغط اللي بيطبقوا النادي الاهلي. هي هي نفس الفكرة ما انتهينا كنت بتحاول بتضغط. الراجل قاعد يمشي كالكورة اللي هي اتحسبت هدف يا كريم. واتحسب تسلل. بص الراجل واستكامة يا كريم. تلاتة. الراجل بعد كده السورة اللي بعدية هو هيعدي. انت بتوصله. وبعدين هيعدي. وهو كده عادة من اتنين. وفي واحد ما كملش. هيعدي من علي معلول. وهيعمل للراجل هي اتحسبت افساد. بس هي وارد جدا ان هي كانت الكرة دي تبقى جول. ده بيوريلك ان الضغط اللي اتعمل النهاردة. نادي الاهلي مش المنظم. النادي الاهلي لما بيلعب في الدوري. بيوجه اللعبة في حتة. وده ده اللي بيحصل. الضغط كان في شوية عشوائية. الضغط كان في شوية بيتطبق بطريقة ان انا. اه الكرة فين. انا بروح اجري. بحاول ان انا استخلص. انت النهاردة. الهلال هو اللي سيطر. او الهلال. خصوص الشوت تاني. هو اللي وده الماتش بالطريقة اللي هو عايزها. فعشان كده. الاهلي النهاردة كان بيعاني. وخصوصا في الشوت تاني. عظيم. جيمي. لازم مسألك. يعني دلوقتي جهري هو بيفرجني على حاجة بس مرضيتش عاطي يا جهري. انا شفت حاجة شبه اللي كان الاهلي بيخطئ فيها كثيرا في بداية الموسم معالجها. وفكرة اللعب وراء لعب المنتصف او بين الخطوط. صحيح. وخط الدفاع وخط الوسط. النهاردة ظهرت بشكل كثير وكسيف من الهلال تحديدا في الشوت التاني. لماذا عدت اخطاء الاهلي الدفاعية في هزي المواجهة بعدما تحسنت كثيرا ما قبل كأس العالم الان. واحد قلة التحضير. التحضير ما كانش بشكل جيد. اتنين انه من جزء ايه بقى من التحضير اللي ما كانش جيد. ان انت ما عملتش حساب درجة الحرارة والملعب ان انت الشوت التاني. المرضود البدني والذهن بتاعك هيقل. اليوم في المية. انت بدأ كل الاخطاء دي الشوت التاني. المسحك كلها بنت شوت التاني. الاخطاء المكررة وعودة الاخطاء المكررة. دايما ونحطها عنوان. ايه هي مشكلة الاهلي. النهاردة هم ضربوا كولر بحاجتين. واحد بسلاح كولر نفسه. هو الضغط العالي. وياريت نعرض الحالات بتاعت سوق التمركز الاول بتاع ديانج. علشان نتكلم على القصة. وعودة المشاكل القديمة. بسبب قلة التركيز. وبسبب انه اللعيبة الجاهدية البدنية والذهنية بتاعته من شوت التاني. قلت بشكل كبير جدا. لدرجة لما اقولك دلوقتي. على ارقام. بعد ما نتكلم عنها. بص اكريم. هي نفس الحالة. اللي كان بتكلم عليها جواري. بس انا خلينا اخدها لك بقى من زاوية تانية. واقفت ديانج هنا. لان ديانج النهاردة واحدة من اسوأ مباريات ديانج مع النادي الاهلي. مش غلط في كاس عامل قدها. لكن كان عنده حاجات كتير ايجابية. لكن النهاردة واحدة من اسوأ مباريات ديانج. يتحط كده على مصطرة. جنب واحدة من اسوأ مباريات كولر اللي لم تكنوا المباراة الاسوأ منزو ما جيئوا للنادي الاهلي. على كل الاهلي عمل كل حاجة النهاردة عشان ما يطلعش من نتيجة ايجابية. فالاتنين لعيبة واقفين بلا رقابة. طب الضغط بقى. هل الاهلي بيعمل الضغط? الاهلي بعمش الضغطة اصلا. لعبة بتحلق. فلما اللعبة تحلق ووراهم فاضي تبقى دي ازمة. ماشي بقى فريمز. ماشي فريمز اسرع شوية. وهتقدي واقف الديانج. وركز على ديانج واقف بيعمل ايه? يلا اللي بعده. اللي بعده. هات الفريم اللي بعده. اللي بعده. كمل. كمل. بص. اللعابة يقولها بتستلم. بس. الراجل بيروح بيطلع هناك على الطرف. مفيش رقابة. بتروح بتتعامل قروس. لعيب في وسط الثلاثة بياخدها. كمل لفريم اللي بعده. كمل لعيدة اهو. ناطط وناطط مع اللعب وبيطلع ياخدها. وبيحطها لولا الاشتراك بتاع ياسر كرة كتأسهل från الكلب كثير. هاتل اللي بعد이에요 بقى التمركز الحالة اللي بعديها على طول بتاع أليو ديونج وطرئيسة بص ايدي الضغط بص اتعارف الناس تتفاجئ من الصورة دي تتخال ان اللعب اللي رايح تحت ده ده لعيب النادي الاهلي هو المهاجم واللعب بتاع الهلال هو المدافع الكوميديا في الصورة ان اللعب بتاع الهلال ده المهاجم وجاي من ورا وبيضغط بالشكل ده كمل هاتف الهتي اللي بعده ولعيب الاهلي اقرب فيش اي اجريسي في نسبة اي نوع فيش اي شراسة في الضغط من أي نوع مش أي تركيز ولا جهازية بدلية من أي نوع كمل في ريمل بعده الرجل ياخدها هيروح ميلة يروح يقبص وقع كمل في ريمل بعده ديانجا هيروح له ديانجا يترقص على السابتة على غير العادة كمل في ريمل بعده كمل كمان معوش حد فتح له كمل اترقص على السابتة ده ياسر مززمل حط تقرب العرضه له لإنقاذ محمد عب منا طب نطلع بإيه بقى من الكلام ده حاجتين مهمين رقم واحد الاهلي عاد لنفس مشاكله القديمة وهي قلة الرقابة وراء العيبة وسط الملعب اتنين الاهلي بيعمل حاجتين لو تجيب الصورة كمان الحالة بتاعت حسين الشحاة الاهلي بيعمل حاجتين كريم بيعمل ضغط عالي وبيعمل ترانزيشن ممتاز من الحالة الدفاعية أو تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل عبقاري عمله قدام أي حد عمله قدام ريال مدريد عمله قدام فلمينجو عمله النهاردة هو وحش جدا قدام الألف أول خمس دقايق بيعمله في الدور بيعمله قدام أي حد لو دي أول الصورة الترانزيشن ده بدء من وسط الملعب الكريم أربع لعيبة من نادي أهلي كالعاد واترك بش أي حالة جميل أهلي هتلاقي أهلي من الأربعة أو خمسة الترانزيشن رحت بأربعة التحرك الرجل قطع في الاسبيس كمل فريم اللي بعده قطع في الاسبيس بشكل نموذج اتحطتله كمل فريم اللي بعده كمل دخل قطع طاهر التحرك نفس التحرك المعتاد اللعيبة بتخش العيب بيخش يقطع على القريبة والعيب بيخش يقطع على البعيدة والعيب بيرجع ياخد الخطوتين اللي ورا اللي هو أحسنش هتكمل لقات الفريم اللي بعده كمل الرجوع بتاع حسين بس وقف هنا بقى فأنت هنا التصرف بقى بتاع حسين نحطه فين اللي هو بمنتهى البساطة في ثلاث ثواني في ثلاث ثواني كيف تفضل مجهودات الفريق ده اللي بيحصل من كل مهاجم اللي ده في ثلاث ثواني كيف تفضل مجهودات الفريق كل اللي اتعامل ده كل الترانزيشن اللي الأهل بيعمله نموذج واللي اتعامل النهارد في أول خمس دقايق ركل الجزاء خلي بالك يا بالمناسبة كرة جنب نقطة البنالتي بالزبط ركل الجزاء فتتحط بالشكل لو تقعد وتستلم وتتمطع وتعملها وتستنى لما تجيلك على يميلك وفير بقى قدامك وفير بقى قدامك فقفلوا عليك هي من الأول اللي وجات لك لو انت خدتها على عيبها بشمالك جون لأن العيبة لسه على الأرض فانت استنيت وتقلت عليها جدا علشان تهدر كل اللي حصل الترانزيشن اللي اتعامل ده نهاية أنا الكريم الهلي عنده مشكلة واضحة جدا وهي أضاعة الفرص كرة زيديف ديها خمسة تغير مصار وشكل المباراة تخلي الهلال يغير طريقته ويطلع يضغط ويفتع يسيب لك مسيحات مش شوط الأول انت سيبت وهو صير المباراة كما يريد لحد ما انت استنزفت بدنيا وابتلا يشتغل بقى بطريقة قبل ما نروح لأستاذ جوهري ومباراة الزمالك ونتحدث عنها كاسية عشان المباراة دي أنا زعلان عليها أول كمان عشان تدائم بلح ما كانش جايب هل في شيء آخر فيما يخص مباراة الزمال حبيب تضيفه أنا برضو عايز أضيف بعد جمال الحاجات في الزمال هاي يمكن آخر حاجة بعد نتيجة المباراة بقى الواقعة وممكن احنا معنا نفراد سبب الواقعة وسبب الخناء اللي حصلت من محمد الشناوي محمد الشناوي بعد إصابة العيب بالهلال والعيب والهلال فتوجه للطبيب الفريق مش محمد الشناوي محمد عبد المنعم هو اللي راح يطبيل الفريق فقال له عالج العيب بتاعك برا ما تضيعوش وقت انتو دعتوا وقت كتير جدا في المباراة فالرجل يعني طبيب الفريق تطول عليه بقى بشكل من الأشكال التطول لفظي يعني حتى لحد اللحظة دي الكلام بالكلام شفهوي يعني لحد ما رش سبري البنج على محمد عبد المنعم فكان محمد الشناوي موجود فطبعا اشتبك مع الراجل الراجل كمل في التطول بدون الدخول في تفاصيل يعني ضد النادي الأهلي يعني ضد النادي الأهلي فالأزمة كلها كانت كانت بسبب ان التطول ده كمل بقى وحصل في الاشتباك اللي بعده حصل وهلنفس القصة حصلت تاني بعد المباراة فالقصة بدأت من عند طبيب الهلال انه هو رش سبري على رش ال بينج على محمد عبد المنعم عايز رأيه قولي المناوشات دي انا مشوف في كل حتة في العام ما في ذلك الدول الإنجليزي تمام بس انا النهاردة قلوم على محمد طبعا موقف من الطبيب موقف خاطئ ومش مقبول وحاجات زعج بس الموقف من محمد الشناو كابتل النادي الآن دايما ببقى مستني منه ايه ومحمد شناو دي شخصيته على فكرة هو شخص هاد هو شخص هاد ويهدي وعلى فكرة دي بقى ده خبر آخر يعني جهاز الفاني والإداري عتبه على محمد الشناو بعد المباراة انه وطر الدنيا خاصة انه هو كابتل الفريق هم موغدين على محمد شناو انه هو اللي بيروح ويلم ويهدي ويسكت اللعيبة فانا بكون شخص بس عايز محمد شناو ينجالف في الحاجات دي بس وبرده انا نومي بقى على عبد المنعم انا بحس ان عبد المنعم شوية بيتشد في وقات كده معينة في المباراة دايما في مشاكل اللي هو على فكرة عبد المنعم انا بشوف انه هو من اللعيبة المميزة جدا صح وبشوف انه هو من احسن لعيبة اللي موجودة في الدوري احسن لفين في الدوري انا بشوفه يعني هو طبعا مع حجازي كمان منتخم مصر انا بكلمك الثلاثة هيلين يعني فانا بشوف ان عبد المنعم العيل كويس هو محتاج بس ان هو يهدي شوية في المفعلات انا استأذنك عايز اعلى على حاجتين حاجة في التشكيل نفسها انا شفت ان كولر الليه النهاردة بدأ بحسن الشحات انا بقرى دماغه اوه هقولك هو صح ولا غلط بدأ بحسن الشحات تحت المواجم ان هو في نص الملعب برافو عليك فكرة ان حسن الشحات الفترة اللي فات التحول الى كريتر وهو جناح فكرة ان هو كان اغلبية اللعب بتاع النادي الاهلي بيتبني من خلاله حسن الشحات بيقدم مستويات كويسة فترة الاخيرة من قبل كاس العالم لعبك كله الفترة اللي فاتت هو حسن الشحات هو اللي بيعمله لك فهو الرجل كان عايز يدخله جوه في قلب الملعب عشان يستفاد منه طب انت كريتر وانت موجود في الحتة دي اشتغلي بقى في المكان ده ده هو بالعكس ده انتهي بقى عندك انتهي بقى فري روم يعني عندك حرية حركة وتقدر تبدع في المكان ده انا بشوف ان انت لعيب متقلق في مكان فترة حساسة ماينفعش ان انت تغير في الطريقة بتاعته لان انت ممكن تخسره وده اللي حصل النهاردة انت النهاردة حسن الشحات مستفادش منه كرة زي دي هتدخله في دي بيت مع الجمهور زي فكرة محمد شريف لان كرة يعني جمال قالك تعليق كويسة درب الجزاء كرة جوه لطمانتاشر ابيشوف نقطة دني على فكرة بس المناسبة انا بشكرك على القرية دي عشان دي تقرية عظيمة وانا اتفق معاك بالمناسبة على اللاية بتاعت حسين الشحات ان حسين الشحات اللي هو لعب كرياتور في النادي الاري كجناح وافكر يحطه في رقم عشر بما انه هو كرياتور وياخد منه شوية واجبات دفاعية يديها لأي حتى يسوا طاهرة واحمد عبدالادر فكرة مصبوط بس انت ما تلعبش الهلال الساعة ثلاثة الظهر مباراة كلها فيزيكال وحسين الشحات مش اللعيب الفيزيكال انت كنت محتاج حتى لو افشا مش بيمر بافضل مستوياته انا رشوف ان افشا كان مبارزة النهاردة كان يبقى هو اللي موجود وحسين الشحات يلعب جناح لكن هو الفكرة ان مارسل كولر كان عايز يلعب بطاهر وحسين الشحات وبرسي تاو وعبدالقادر وكلهم يبقوا موجودين في حتة واحدة والاربع حتى مع احترامي مهام دفاعية مع سولية وديان كانت تبقى صعبة شوية اخونا قطة سريعة اخونا قطة سريعة ان الاهل عنده مشكلة في فكرة ان هو بيوصل لكاس عالم اندية تجديد الدوافع في مشكلة كريمة لازم دي بتبقى دور مدير فني ولازم اللعيبة نفسها انت بحس ان فكرة يا جمال ان انا خلص كاس عالم اندية هارجع لعب افراقيا وهارجع لعب محل لا هو الدوري مرورا بعد كده بافراقيا هم اللي بيلعبو كاس عالم اندية حس النهاردة فكرة اللي هو كان جمال بيقولها فكرة الاجراشن اللي كان موجود مش دا الاهل اللي كان بنشوف كاس عالم اندية حتى لو كان فيه اخطاء وحتى الاهل لا انت فكرة ان انت الباشن يعني الشغف لازم يبقى عندك دا الفرق ما بين العقلية اللي موجودة عندنا وبتبقى بره كريم دا لازم احنا نغيره على فكرة ما نكلمش على الاهل اللي بقنا على لعيبة مصر كلها فكرة ان انت لازم تجدد دوافعك مش مستني مدرب هو اللي يجدد لك دوافعك بس اقولك بالمقارنة ببرة هقولك طبعا بالليبل اكبر شوية من ناحية تانية بوس كده على الان المدريد لما يجي لعب مطش كبير او في دورة ابتال اروب ممكن سهل جدا نرجع في الدول الاسباني ويخسر مطش بوسوا على ليفربول يبقى مكسر الدنيا في دورة ابتال اروب ممكن يخسر في الدول يعني برضو فكرة انك بتنزب بتبقى استثناء معاك جدا استثناء طبعا احنا الاستثناء احنا القاعدة انا خلاص انا وصلت للتوب ليفل انا قد بلعب مع ريا المدريد هارجع عالعب مع منافس عادي لا انا لازم اعايز بقى مطشاطي كلها كده لا هو انت لازم تفهم ان المطشاط دي هي اللي هتوصلك بتخلي بالك هو الاهلي عوايده حتى في البطولات اللي نوش خلي بيطوج بيها الاهلي لا الاهلي تحديدا الاهلي لانه عشان قس كاس على ماندية الاهلي عايده لانه ببتليش دور مجموعات كويس لعب كاس على ماندية ولعبش كاس على ماندية وبتليش دور مجموعات كويس اي خاصة كل المداربين الاجانب تحديدا عبال ما بيجي ويبتدي يعرف بقى هي بتتلعب ازاي لان افريقيا لها طريقة خاصة المباراة تكسب ولا تلعب خاصاتا في دور المجموعات فعلشان اوصل لده خاصة مع الراجل عايز يلعب كرة زي ماس الكولر لا لازم يعرف ان المباراة خاصة خارج الارض بتكسب ما بتلعبش حلو الزمالك مباراة تصورنا انه الزمالك داخل يكسبها وهي تقريبا على ارض محايدة يعني ما تقدرش يقولك كمان هي خارج ملعب هي على ارض محايدة هي في ليبيا والمريخ بيلعب في ليبيا فاكسب والمنافس اكيد اسهل من التراجي وشباب بلوزداد ففرصة انك تاخد ثلاث نقاط يعوضوك كمان عن ثلاث نقاط اللي قسرتهم مع شباب بلوزداد في الكهرة ليه الزمالك مباراة مقدرش يكسب دي السؤال واسع قوة كريم بس يعني هسألك سؤال ليه الزمالك؟ انا اللي احكس للسؤال ليه الزمالك تعالي ماشي يسألوا الوصول لا انا عايز اسألك دي السؤال هل لعيبة نادي الزمالك عندها ضراية بالموقف اللي حضرتك قلته؟ اشك بمعنى ان لازم انا كلعيب هو انا ببل باستشارت نادي الزمالك يبقى عندي عارف وضع النادي بتاعها عامل ازاي عشان ووضع الجماهير عامل ازاي فبناء عليه ده هيرعكس عليها جوا الملعب طيب هل لعيبة نادي الزمالك يتحسى بالكلام ده؟ اشك باللي احنا شفناه من لعيبة نادي الزمالك في انهاء الهجمات امبارح في اكثر من هجمة يعني النهاردة بنتكلم بنعيب على الاهل ان الاهل مرحش قوي بس الاهل على اقل الجمهور ممكن يستنى شوية او الاهل عنده كريدت بمعنى صح عنده جمهوره امبارح في اكثر من مناسبة سواء الدوري هو متصدر كاسبان الزمالك كاسبان السوبر لكن لعبت الزمالك انا اللي اعرفه ان حاجة المذل تعلمناه في الكورة لو انا مش فاية اجري كتير امبارح بسهل لغاية لما انا اجيب مستويق ده كل ده ما بيحصلتو ده انا بكلمك في بيزقسة كريم اللي هي ناشئين. اللي هو أول ما يعلموك كلها بتعرف. طيب. مين اللي بيبقى مميز؟ سيف فاروق جعفر و عبدالشافي. وهنيجي في الآخر للعيبة المميزة. بس خلينا لأول. ليه؟ لأن هم بيعملوا حاجات بيزيكس جداً. في كل واحد في مركزه. إمبارح نقطة مهمة جداً. أن أنت عندك تلات محترفين موجودين عند نادي الزمالكس. أهو أربعة وهم بيو أربعة محترفين. طيب. اثنين قاعدين بره سامسون. تلاتة متأسف قاعدين بره سامسون. إبراهيم أنداي. حمز المسلوسي. ولاعب واحد هو اللي موجود هو سيف الجزيري. وده بيريفلكت نقطة معينة. إن الزمالك عنده مشكلة في محترفين. هاي. هاكمل لك. أنا بس ما عايز الحالات على طول عشان الوقت هيجري مننا. حاطر. نروح على الحالات. نتكلم الأول طيب قبل الحالات نقول شوية أرقام بسرعة كده. عشان نجيب يعني أنا آسف جمهوري الزمالك ما يجيلوش اكتئاب كده. نستعر كده شوية أرقام. نتكلمهم دلوقتي. نعم. ما تكتولي مجلوش فيها. نجيب لي أرقام فيها اكتئاب. نعم معلش معلش. عشان توضح الحالة اللي جمهوري الزمالك فيها. وإن شاء الله الجمهوري الزمالك يعني يخرج من ده يعني. يظهنا جمهوري الزمالك دي على طول. يلا بينا. نستعر كده شوية أرقام كده إن نقولها للناس. خلينا نتكلم الأول إن الزمالك لعب منذ خسارة النهائي القرن. اللعب 14 مباراة. فاز في 2. تعادل في 7. خسر 5. سجل 10. استقبل 12. نجيب زمالك عنده مشكلة في البطولة الأفريقية. دي أول نقطة. زمالك أخر 11 مباراة بحسابات النقط. حصد 9 نقاط من 33 نقطة. بنسبة 27%. فقط 24 نقطة كاملة. خلاص يا جماعة الشيرو دي. آه. تمام؟ شيرو دي عشان الناس ما يجي لاش. لعشرين مباراة جعلك يا شواب اللي إنت بتقول. نتائج مباراة الزمالك في 20-23. ده بشكل عام بقى. الزمالك لعب 11. فاز 2. تعادل 3. هزيمة 6. سجل 9 واستقبل 15. 14 مباراة متتالية للزمالك في دوري المجموعات بدوري أبطال الأفريقية. كسب 2 بس يا كريم. الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. على مستوى دوري أبطال الأفريقية. والزمالك عنده مشكلة الفترة دي بشكل عام. طيب. بلاش شوية اكتئاب نروح حتة صغيرة إيجابية. عايز تروح لجمال الأول طيب ونرجع لجمال الأول. عشان لازم أخد رأيه في الكتئاب اللي إنت عملت. جيمي بقى هيفكها. جيمي بقى عشان هو متفايل. لا أنا هفكها في الآخر. جوس بقى جيمي الجميل ده اللي هو يقولك كل حاجة حلوة وطيفة. الزمالك مع نقطة واحدة من المباراتين. الزمالك بصورة عامة يقدر يتحسن في اللي جاي؟ يجب أن يرجع الزمالك الأول. يجب أن يرجع الأول على حالته الطبيعية. الزمالك بـ 70% من حالته يقدر يتجاوز الترجز إيابا إيابا. الناس طبعا تقولك تجاوز الترجز إيابا إيابا. آه الترجز عامل ماطش كويس قدام المريخ. والعمل ماطش كويس نارض قدام شباب بلو زداد. وشباب بلو زداد عامل مبارك بيلا جدا 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 على أرضه. وضيع فرش كتير جدا. وبكرة واحدة الشرط التاني من حمد الهوني طبعا جول جميل ولقطة إبداعية من حمد الهوني واحد من أجمل أداف رتحطت لحد الوقت في دور يا أبطال أفريقا لكن الزمالك يرجع بس لحالة طبيعية ويرجع للبيزيكس اللي كان بيتكلم عليها جاهري ويلعب السال وراجل يثبت التشكيل وملعبش كتير في التشكيل وعنده مباراة الترجي هناك مباراة الترجي المباراة المفتاح بالنسبة للزمالك يا يدخل يا يخرج اللعيبة تبقى عايزة ما أنا بقول لك يرجع للبيزيكس لا تبقى المباراة أصلا المباراة الترجي في توليس المباراة المفتاح وأنا بقول لك الزمالك بسبعين فى المائة من حالته يقدر يعمل جيم كبير مش لازم يكسر حتى لو تعادل وخد نقطة من الترجي هناك يقدر يعمل ده والترجي هو متصدر المجموعة بالمناسبة بستة نقاط بس أنا بقول لك من المرضو الترجي فرقة كبيرة وعندها عناصر خبرة فرقة محترمة وهتنافس على دور يا أبطال أفريقي لكن برجع وقول لك تاني لا الزمالك يقدر يكسب الترجي هناك والزمالك يقدر يعمل ده يرجع بس للأداء 70% من حالته ويرجع اللعيبة النقطة اللي بتكلم على جاري لكن أنا بتكلم على بيزيكس عموما الرغبة القدرة ثبات التشكيل الزمالك مريح ما عندوش مباريات تم تأجيل مباراة سلامية كليوباترا أقدر أحضر كمدير فني أقدر أحضر بشكل جيد لمباراة الترجي في تونس تاني هي المباراة المفتاح والفاصلة الزمالك يا جوة بطولة أفريقيا بأي نتيجة إجابية تعادل أو مكسب فيتديله تعدله الأمال هيوقف ويفارمل الترجي شوية يا إما أنا بقول لك الزمالك يا بطولة أفريقيا تماما للأسف الوقت بيتير بس عايز ألحق منك كلام عن سيف جعفر سيف جعفر تحسوا أنه صورة جديدة في تشكيلة الزمالك حالة جديدة في تشكيلة الزمالك لا هو عليه زميبيو لا هو إيجابيات كثيرة ولا هو أيضا سلبيات أنت شايف سيف جعفر إزاي في نقطة مضيئة يعني عارف أنت نور كده منور لك في التوصل العاديد سيف جعفر بيعمل حاجة شوية شبيهة بإمام عشور سريعا كده نستعرض الحالات سيف جعفر بيعمل لك حاجة إن في الثلاثة ربعة ثلاثة إن الراجل بيقفل مساحية كويس جدا والراجل بيقطع وفي نفس الوقت هو بلاي ميكر لأن الزمالك مفتقد ده هنشرحها بالحالات وهنربطها بحاجة صغيرة هنا فرقة المريخ بتبلدب بص سيف جعفر اللي وقف جنب الحاكم بص بيعمل هي ده لما كان لك فيها جمال بقى بص في ظهره شاف إن الراجل هنا ده كل ده في ثانية طبعا الصورة اللي بعديها السيف قاطع كارين السيف اللي قاطع السورة اللي بعديها ده كل ده في لمسة ولعب السلول سيف جزيري هيك طويلة شوية عشان الملعب وعشان حاجة كتير سيف جزيرة راح ينفراد بقرة دي جول طلع شلح طيب السورة اللي بعديها ده سيف ده راجل نري squat 8 هنا زيزو هيشتغل مع سيف الجزيري أنا هنا عامل إحنا عاملين هايلايته على سيف الجزيري هيشتغل هيشتغل مع مع سيف هنعف أن تجيبها لئي روح لللي بعديها. عشان عمر السيسي كان تعبك في الحاجة. عمر السيسي كانت يخدش في المكان دك هتبعا يعني. ده سيف. هو بدل أدوار. بقى هو للسترايكر. وسيف الجزيري اللي رايح. تمام. ماشي الحالة اللي بعديها. سيف الجزيري بيهدر كرة عجيبة غريبة لغاية دلوقتي مش فقدرين نفهمها. طيب. هنا بتوري لك ايه يا كريم. ان الزمالكة المفتقد ده. ان حد يكمل من لعبة نص الملعب يروح لده. كان الوحيد اللي بيعملها ابن عشور. عمر السيسي كانت أدواره مركبة مع مين؟ دونجة. دونجة. روح كده الكرة اللي بعد كده. مش دل على الخط ده سيف. لا ده سيف اللي بيجري مع الراجل الديفندر اللي كان قطع منه من شوية. اهو اللي قدام الحاكم. روح للصورة اللي بعديها. سيف الجزيري متأسف. سيف فاروق جعفر بيقطع عند الوينج رايت وهو راجل نمرة 8 عشان يعمل الاوفر. بعد كده كمل الصورة اللي بعديها. هو جوة 18 بيعمل الكرة بالعرض. كان الراجل مكمل معي. بس انا بكلمك على فكرة ان راجل بيكمل له جوة 18. اخر حاجة. الحالات مباراة سموحة. سيف فاروق جعفر هو سبب رئيسي في فوز نادي الزمالك. بثلاث نقاط مباراة سبوح. لانه عمل حاجة بسيطة جدا. انا بعد ما بقطع الكرة. بعمل دوري. الهجومي خلينا نستعرق كده اهداف سموحة. الهدافين اللي هو اشارف فيه. هو بيعمل حاجة بسيطة جدا. اللي انا انت عارف يا كريم احنا بنبقى مع بعض واحنا بنشتغل بنتكلم على عمر سيسي. بص الراجل ده نمرة 8. سيبك ان هو عمل باس ممكن يقولك انت ايه جهري انت جايب باس. لا. هو الراجل مكمل. هنا ما كنتش بتشوف لعيب لنادي الزمالك في الحتة دي يا كريم. انا مستني الكرة اللي تطلع. سيف فاروق جعفر بمناسبة قبل الكرة دي هو اللي اخش على اللي بعدين. هنا هنا والتحرك بتاعه الكمل اللي بعدين خلاص احنا شفنا دي. سيف بره بره التمنتاشر. اللي بعدين يا كريم. بص سيف فين. اتعامل طبعا القوت كان مع شكبالا وسايد نيمار والراجل جوه التمنتاشر هو اللي بيكمل. الزمالك كان مفتقد ده. الزمالك كان التلات لعيبة اللي قدام. ايا كان مين بيلعا مصطفى شلبي. سيف الجزيري شكبالا زيزو التلاتة دول معزولين. ما كانش بيجي لهم اي مسنة من نص المرعب. سيف الجزير. اه سيف فاروق عفر انا متأسف. لازم هو نفسه يفهم القيمة الفنية اللي هو موجود فيها. لازم يفهم ان هو هيبقى هو دوره مهم جدا ككرييتر. لان الزمالك يفتقد ده. الزمالك كان بيدور على العيف زيزو عبدالله السعيد. عشان يجيبه. هو يقدر يعوض. ويبقى كأن الزمالك دخل بمركاته كبير بسيف فاروق عفر. عظم جدا. جوان انت شرفت ونوار. بنا خليك كريم سعيد ربط معك. جيمك العادة رائعة وميز ورائعة. شكرا شك ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. ياراب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الوقت الخير.